شجاز طب يلا بينا بيبدأ في الميناء في حمام مظلم جدا وبالتحديد في البنيو اللي بيفوق فيه واحد اسمه ادم وادم ده ما كانش عارف هو فين ولا وصل هنا ازاي وبيبدأ يصرخ عشان اي حد يسمعه وفعلا بيكون في شخص معاه في الحمام واللي هو دكتور اللورنس وبيحاول اللورنس يدور على الزرار بتاع النور وفعلا بيشغله علشان يكشفوا المكان اللي هم فيه واللي كان عبارة عن حمام معفن وكذر جدا وفي وسط الارضية بتاعت الحمام بيلاقوا جسط رجل وموجود في ايده مسدس وفي اليد التانية كاسد وبنكتشف ان لورنس وادم رجلهم مطربطة بسلاسل او بيقدروش يتحركوا والاتنين بيكونوا مش فاكرين ازاي هم ما وصلوا هنا ومين اللي خطفهم ورماهم الرمية السودة والمعفنة دي وفاجأة ادم بيتخدوا بيقول له دكتور لورنس بص على ظهر بسرعة يمكن يكونوا سارة وكليتي فلورنس بيقول له لو سارة ما كنتش هتبقى قادر تقف تكلمني كده يا عم انت وبيلاقوا في الحمام ساعة والساعة بيكون متركبة جديد فبيستوعب الدكتور ان الساعة دي اتحطت عشان الخاطف عايزهم يعرفوا الوقت وبيفتش ادم في جيبه وبيلاقي ظرف جواش ليد صغير مكتوب عليه شغلني ولورنس هو كمان بيدور في جيبه وبيلاقي واحد كمان وكمان بيلاقي ارصاصة ومفتاح صغير فبيحاولوا يفتحوا بيه اللي افال لكن ما بيفتحش وبعدها بيشوفوا الكسة اللي في ايد الجسة وايدا بيحاول يشدوا بالاميس عشان يشغلوا الشريطين والرسالة بتاعت ادم ما بيكونش فيها كلام مفيد خالص ولكن صوت الشخص اللي بيتكلم بيكون صوت غريب ومميز بعدها بيشغلوا الشريط بتاع لورنس والخاطف بيقول فيه لورنس ان امراته وبنته هيموته لو هو ما قتلش ادم قبل الساعة ستة وبعدها بيقول له في كزا طريقة يقدر تهرب بها من هنا دور على علامة اكس وبيعيد لورنس التسجيل وبياخد باله من جملة قالت في التسجيل والجملة هي هتلاقي الحل عند القلب وبيعضي بص حواليه في الحمام وبيلاقي فعلا رسمة قلب على الاعداء بتاعت الحمام وادم بيروح يدور فيها وبيلاقي الكسة السودة جواها منتشارين وادم بياخد المنشار وبيحاول ينشر السلسلة لكن طبعا ما بيقدرش وبرضو لورنس ما بيقدرش فبيقول لادم ان المنشار ده عشان نقطع رجلنا مش عشان نقطع السلسلة وبعدها لورنس بيقول لادم انا عارف من السبب اللي احنا فيه ده اللي عمل فينا كده اسمه سفاح الالغاز والشرطة بتدور عليه لانه بيقدر الضحاء بتراوح شيء او بالاصح هوا ما بيقتلهمش وبيخليهم يقتلوا نفسهم واولهم كان واحد حاول انتحر ولكن لحقوق فالسفاح خطفه وحطه في مكامل لان اسلاك شائكة وقال له انت جرحت نفسك عشان تموت قبل كده المرة دي هتجرح نفسك عشان تعيش وتخرج من اسلاك دي لكن الضحية فشلت ومات وهو بينزف دم كتير جدا وبعدها كان فيه واحد تاني حطه في غرفة وقفل عليه وحط على جسمه بنزين وساب له شمع عشان يعرف يشوف الرقم السري بتاع الباب من على الحيطة ويفتح الباب ويخرج لكن نار الشمع مسكت في جسمه ومات محروقه وكمان وبعد الضحايا دي الشرطة اشتبهت ان اللي بيقتل الناس دي هو انا لاني فيه الام ليا علي بصماتي كان موجود في موقع واحدة من الجرائب والشرطة اخذتني وحققت معي لكن الحمد لله اثبت له من الوقت اللي حصل في الجريمة انا كنت مع حد تاني خالص لكن كان فيه محاق اسمه تاب حطني في دماغه وخلينا اسمع شهادة واحدة من الضحايا اللي قدروا يعيشوا واللي السفاح خطفها وربط حوالين بقها مصيادة حديد واللي لو فتحت مرة واحدة هتفجر راسها لنصين وكان المفتاح اللي بفكر مصيادة دي موجود في بطن خطبها اللي السفاح كان يديره مخدر وبين كأنه ميت فالضحية اماندا اخذت سكينة وقاعدت تقطع في بطن خطبها لحد مما طلعت المفتاح من وسط الامعاء بتاعته وفكت المصيادة قبل ما الوقت يخلص وتمود وكانت اماندا مدمرة مخدرات وقال في التحقيق ان السفاح ساعدها تعرف ايمة حياتها ومن هنا بيكتشف ان السفاح ده بيخطف او بيقتل الناس اللي بيضيعوا حياتهم بأيديهم زي الرجل اللي حاول ينتحر او اماندا المدمنة وبعد ما بيسمع ادم كل ده بيتعصب وبيكسر المرأة اللي كانت في الحمام لكن بيكتشف انها مرأة شفافة وان وراء كاميراب بترايب كل اللي بيعملوه وبنكتشف فعلا ان فيه شخص قاعد بيرائبهم وبيهدى لورانس اللحظة كده وبيقعد يفكر في بنته وبيطلع محفظته وبيرميها الادم عشان يشوف صوره ببنته وادم بيلاقي صورة في المحفظة فيها بنته ومرأة الدكتور لورانس متكتفين ومربطين عشان ما يتعصبش ويفكر ان يقتل ادم فعلا ويسمع كلام السفاح عشان ينقذ عيلته وبيفتكر لورانس اخر مرة كان مع بنته امراضه وبنكتشف انه بعد اما خرج من البيت فيه راجل مسك البنته والام وربطهم وحددهم من المسدس وغريبا الراجل ده هو السفاحة اللي خاطت لكل حاجة وبرضو كان بيرائب بيت الدكتور المحقق تاب اللي كان شكله مضغير وبان عليه الجنن وبقى مهوز بالموضوع وبنكتشف اللي حصل وهو ان المحقق الحريق اللي موجود في خلفية الصوت بتاع الفيديو وبروح للمكان هو ويزميله وبيدخلوا وبيلاقوا حاجات كتير غريبة جدا وبيلاقوا الدمية بتاع السفاحة اللي بيستخدمها عشان يوصل الرسائل وبيلاقوا اقناع خنزير وبرضو بيلاقوا ضحية جديدة على كرسي ولسه صاحي وتقريبا دي الضحية اللي عليه الدور وقبل ما يفكوه بيسمع صوت فبيستخبوا لحد لما السفاح يخش لكن ويش بيبقى متغطي وبيكونش باين وبيوجم عليها الزباط وبيقولوا استسلم لكنه بيشغل الشان يولو اللي كان مربوط قصة دماغ الضحية وكانها يخرومها والسفاح بيقول لهم انقذوا الراجل او اقتلوني فسينجي بيحاول ينقذ الضحية والسفاح بيشق رقبة المحقق تاب وبيهرب وسينجي بيجر وراه وبيضرب على السفاح وبيقع على الارض ولكن السفاح بيكون عامل فخر سينج وفي خطع الارض اول ما سينجي بيدوس عليه في مندقية بتضرب عليه نار من السقف وبيموت سينج وبيقوم السفاح وبيهرب وبيقش المحقق تاب وهو ماسك رقابته لبتنزف وبيكتشف ان صاحبه سينجي مات بعدها بنكتشف انهم انقذوا المحقق تاب لكنه بقى مهوز بالقضية واضطرد من الشرطة وبقى شغل والشاغل انه يرقب دكتور لورنس لانه لحد دلوقتي شاكك ان دكتور لورنس هو السفاح وعايز حاجة يثبتها عليه وبنرجع تاني للحمام والادم بعد ما قرأ الرسالة وعرف انهم عشان يلاقوا الاكس لازم يبقى في ضرمة فبيطلب من لورنس يضف النور وفعلا بيلاقى اعلامة اكس على الحيطة فلورنس بيكسر الحيطة وبيلاقس هندوق جواس جارتين وتليفون وبيمسك التليفون وبيحاول يرن على الشرطة لكن بيكتشف ان التليفون بيستقبل المكالمات بس لكن ما بيرنش وبيلاء رسالة في السندوق مكتوب فيها ان السجال ما فيهاش ضرر لكنه يقدر استخدمها عشان يهت الادم وينقذ عيلته بس لازم يشغل دماغه وبعدها بيفتجل في التسجيل بتاع السفاح ان من ضمن الكلام ان الراجل اللي مات على الارض دمه فيه سم ويقدر لورنس ان يحط السجارة في الدم بعد كده يديها الادم عشان يشربها ويموت ولكن لورنس كان دكتور وما كانش يقبل على نفسه ان يقتل اي حد فبيطف النور وبيوشوش ادم وبيقوله انه هيحط السجارة في الدم لكن مش هيدهاله وهيدي له واحدة تانية سليمة بس ادم لازم يمثل انه بيموت عشان لورنس ينقذ عيلته وفعلا بينفوزه الخطة دي لكن ادم هو عمل نفسه ميت الخطف بيقهربه من السجارة اللي مربوطة في رجله فبيصرخ ادم واللي بيرائبهم بيكتشف ان روس تعايش وبتفشل الخطة وبعد ما فشت المحاولة دي التليفون بيرن وبيكلم لورنس بنته وبتقوله انهم مخطفين وان الراجل معه مسدس وبتطلب من ابوها ينقذهم وبعدها الخطف بيدي التليفون لمراته واللي بتقوله لو معك واحد اسمه ادم ما تصدقوش واي حاجة يقولها اوعى اوعى تسمع كلامه فيها ادم ده كذاب وبيرائبك هو كمان طبعا الخطف هو اللي قالت تقول لورنس كده عشان يتل ادم ويخلص منه بس برضو ادم ما كانش بيقول حقيقة وبنكتشف ان ادم كان شغال مع المحاقق تاب وبيرائب لورنس وبيصوره في بيته وفي شغله عشان يمسك عليه حاجات ويديها لمحاقق وكمان ادم اكتشف ان لورنس كان بيقوم مراته وبعدها ادم بيطلع الصور اللي اخدها لورنس وبيقوله انا لقيت الصور بتاحتك موجودة هنا في كستر منشور ولكن خبيتها منك بعدها بيسأله وانت كان عندك راجل غريب في بيتك مبارح انا رأت صورة من الشباك لواحد غريب فلورنس بيبص على الصورة وبيلاقي فيها زاك وزاك ده كان ممرض في المستشفى وشغال معاه اصلا وبيكتشف هنا ان زاك هو السفاح وهو اللي بيرائبهم وهو اللي خطف مراته وبنته واسناء ما هم بيتكلموا ادم بياخد بالهم ان الساعة جات ستة وبنتكشف فعلا ان زاك هو اللي كان خطف مراته وبنت لورنس وبيجهز المسادس بتاقه عشان يقتلهم ولكن بيتصع على لورنس وبيخال المراته تكلمه عشان تقوله النزاك هيقتلهم بس نتا لمرات لورنس بتضرب زاك وبتسرق منه المسدس وبتحاول تقول لورنس اللي حصل بس زاك بينط عليها وبياخد المسدس منها وبيضرب كسا تلقى على الفاضي فالمحاق يتابع اللي بيرائب بيت الدك بيسمع على الاصوات بتاعت النار وبيهجم على البيت وناتلي وبنتها بيهربوا والمحاق بيتصارع هو وزاك بعدها بيخرج زاك وبيركب عربيته وبيهرب والمحاق بيجل وراه وبينزله من العربيات وبيخشه في نفق ديء وبيضربه على بعض نار وفي الاخر زاك بيقدر انه يقتل المحاق وبعدها بيمشي على الحمام عشان يقتل لورانس وادم واسنها ما كل ده بيحصل لورانس كان على التليفون مع امراته وسمع درب النار وسمع صراغ بنته وسمع كل حاجة فبدأ انه يخش في حالة يستيرية بعدها القهرب هو كمان مستلسلة بس لما فاق بقى عام زي المجنون اللي بيعيط وبيقول انه لازم انقذ عيلتي فبيقلع عميصه وبيربطه حولين رجله عشان يقلل النزيف بعدها بيجيب منشار عشان يقطع رجله وبيقوم وبيمسك رصاصة وبيحطها في المسدس اللي كان في ايدي الجسة وبيضرب نرعى على ادم وبيقتله وبيقول للكاميرا انه عمل المهمة سيب عيلتي بقى تعيش وبيخش عليه زاك بعد اللي عمله وبيقول له انت تأخرت وخسرت في المسابقة وكان هيضرب نرعى لكن مكتشف ان ادم كان لسه حي وبيمسك زاك من رجله وبيوقعه بعدها بيكسر راسه برخامة وبيقتله خالص وبنكتشف ان لورانس ضرب ادم في كتفه لكن ما قتلهوش وقال له ان هيصحف عشان يجيب حد يساعدهم وإلا رجله هتنزف ويموت وبعد ما بيخرج لورانس بيدور ادم على مفتاح السلسلة في جيب زاك لكنه بيلاقي مسجل زي اللي كان معاهم وفيه لسالة من السفاح الحقيقي وبيقول فيها زاك على كل الحاجات اللي هيعملها الخطف والقتل وكل البلو دي وإلا هيموت من السم اللي موجود في دمه وعشان ياخد العلاج لازم يسمع كلام السفاح الحقيقي وينفذ الخطة عشان ياخد العلاج في الآخر وبعدها بتقوم الجسل كات ميتها في قصة الحمام من البداية وبنكتشف ان ده السفاح الحقيقي وبيقول لآدم مفتاح السلسلة كان في البانيو بس انت ما قمت في الاول شهدت السدة والمفتاح نسعها في المجاري وبيمسك آدم المسدس بسرعة عشان يضرب على السفاح ولكن السفاح بيكاربه وبنكتشف ان هو اللي كان في ايد الرمود اللي بيكارب بيه لورانس وآدم وبيخرج السفاح من مكان وبيقفل على آدم عشان يموت لوحده في الضلمة وفي النهاية بنكتشف ان السفاح ده مريض واسمه جون وعنده سرطان وكان بيتعالج في المستشفى عند دكتور لورانس وممرت زاك وانه عنده سرطان غير قابل للعلاج وحياته فضل لها ايام معدودة عشان كده هو بيعاقب اي حد ويضيع في حياته زي المدمنة اماندا او الرجل اللي حاول ينتحر او دكتور لورانس اللي بيخوم مراته بيبدأ الجزء الثاني مع واحد اسمه مايكل واللي بيفوه عشان يلاقي نفسه في غرفة مضلمة وحاولين رأسه وفخ حديدي وطبعا كلنا عارفين ده معانا ايه مايكل بقى ضحية جديدة لسفاح الجيج سو واللي اسمه جون وبيشتغل التسجيل لجون بيعرف في مايكل بزنوبه والحاجات اللي عمال له غلط في حياته وانه هو ما يستحقش انه عيش وبيقوله ان القناع اللي حوالين وشك مربوط بالطايمر واذا ما لقيتش مفتاح بتاع القناع في الوقت المناسب القناع هيقفل على وشك وهيطحنه بعدها بيعرف التسجيل لمايكل وفي التسجيل ده بنشوف مايكل متخضر وفي واحد بيعمل عليه عملية وبعدها بيقول جون لمايكل انك كنت نايم وما حسيتش بحاجة وعملنا العملية دي لك عشان نخب مفتاح القناع جوه عينيك ولو عايز تعيش لازم تفتح عينيك تاني وتخرج منها المفتاح وبيبدأ الطايمر يعد وبيكون قدام مايكل ستين ثانية انه يجبه مفتاح ويفوق القناع وبيلاوه قدامه صندوق جوه مفتاح وبيحاول يستخدمه عشان يفتح عينه ويخرج المفتاح ولكنه بيبقى خايف جدا ومرعوب وبيتردد وبيقرر ان يرمي المشرت وميعملش كده وستين ثانية بيعدوا والقناع بيقفل على وش شماكل وبيقتلوا في لحظتها بعدها متعرف على الزابط ايريك واللي كان رايح اسم الشرطة عشان يخرج ابنه دانيل واللي رغم من ان ابوه زابط الان دانيا كان مشاغب جدا وبيعمل مشاكل كتير زي انه بيشرم مخدرات ويسرق وبيسبب كوارث كتير لابوه ولكن في كل مرة ابو بينقزه وبطلعه من مشاكل بس المرة دي ايريك بيتخانق مع دانيا وبيقوله امشي مش عادي اشوف وشك هنا تاني لانه زهق منه ومن مشاكله الكتير دي وبعدها بيجي تصلي ايريك من زملته عشان في قضية قتل حصلت وبيوصل ايريك للمكان وبيلاقي جسة مايكل اللي كان شغال معاه كمغبر وبعد ما بيتعرف عليه ايريك بيشوف حتى مقطع من جلده على شكل الرمز بتاع سفاح الجيك سو وبايسل ايريك زملته انتي ليه كاليمتيني القضية دي مش مسئوليتي فبتقول له بص على السقف كده اما بص على السقف بيلايرس انا مكتوبة مخصوص للزابط ايريك واللي كانت بتقول انتبه نفسك يا ايريك وبعد ما بيروح ايريك بيبدأ يفكر في القضية وفي اللي شافه ويكتشف ان القناع حديد كان مكتوب عليه اسم مصنع فبيقوم تاني يوم وبيحدد المكان وبيهجم عليه مع عدد كبير من افرد الشرطة وبيخشوا المكان وبيكون فيه اكتر من فخ وفي كده صبب بينصاب اللي منهم رجله بتكسر واللي بنخبط على دماغه لكن الشرطة بتسيطر على المكان وبتعرف تقتحمه اخيرا وبيخشوا بيلاو كمية حاجات غريبة زي اقناع وافخاخ كتير وحاجات مختلفة السفاح كان بيستخدمها وفي وسط كل ده بيلاقي بطل القصة سفاح الجيك سو اللي هو اسمه جون واللي الشرطة بتطلب منه ينزع رجبته ويسلم نفسه ولكنه بيقولهم مقدرش اعمل كده وبنكتشف ان جون حالته بقت اسوأ من ساعة الجزء اللي فات وده لانه عنده سرطان في المخ وحاليا كان قاعب بياخد محليل وعلاجات ومش قادر حتى انه يتحرك وبيقرب منه الضابط ايريكو بيقوله اخيرا وقعت في ايدينا يلا يلا عشان ناخدك على السجنة حبيبي ولكن جون بيقولهم في الواقع انا مش متحرك من هنا طب عندكم مشكلة اكبر لازم تحلوها روحوا الغرفة اللي هناك دي وشوف في ايه وبيخش الضباط في عين الغرفة وبيكتشفوا شاشات عرض بتنقل تسجيل كاميرات مراقبة لمجموعة من الناس اللي كانوا محبوسين في فخة او لعبة من لعب جون زي ماهو بيحب يسميها وبيبص ايريك على الفيديو وبيكتشف ان ابن الدانيال واحد من الناس دي طبعا بيتعصب ايريك وبيروح عشان يضرب جون وبيعرف مكان ابنه لكن الضباط يمنعوه ويقول له لو عايز تعرف مكانه تعال نود نتكلم شوية وبيقول له ان ابنك وكل اللي معاه بيتنفسه حاليا غاز مميت وسام وقدامهم ساعتين لو ما خدوش الطريق بتاع السم ده هيبدأوا ينزفوا دم من كل حتة في جسمهم لحد لما يموتوا وزميرة الضابط ايريك بتحاول تأديه وبتقول له هنلاقيهم دلوقتي وبفريق تقني هيجي وهيحدد الموقع بتاع البس المباشر ده وبننتهي للمكان اللي دانيال كان محبوس فيه ومع مجموعة من الناس ومن دبنهم واحدة كان مغمى عليها وكلهم بيكونوا مش مركزين ومش عارفين هم ما وصلوا هنا ازاي وبيأخذوا بالهم من الكاميرات اللي بتصورهم وبيحاولوا يفتح الباب ويخرجوا لكن بتقطعهم البنت اللي كان مغمى عليها واللي بتفوق مرة واحدة وبنكتشف انها اماندا اللي كانت موجودة في الجزء الاول وقدروا اضطرب من اللعبة بتاع الجيكسو ولكن المرادة اماندا بتحيز بس تاني في لعبة من لعبه فبتبدأ تصرخ بطريقة استرية بعدها بتبدأ تدور على التسجيل اللي فيه التعليمات وهي كانت تعرفة ان فيه تسجيل لانها مر ببدأ كله قبل كده وبتشغل اماندا تسجيله وبنسمع جوم بيتكلموا بيقولهم انه خلال 3 ساعات الببان هتتفتح وهيضاروا يخرجوا لكن هم قدامهم ساعتين بس ولو عدت الساعتين الغاز هيتلهم عشان كده لازم يبدأوا يدوروا على العلاج بتاع الغاز وفيه كذا حقنها متخبية حوالين البيت واحدة من الحقن دي فيها العلاج موجودة في الخزنة اللي قدامهم وكم السير بتاع الخزنة موجودة في دماغكم وكمان بيقولهم انهم كلهم بينهم حاجة مشتركة وعشان يعرفوا ايه المشترك لازم يدوروا على علامة اكس وبعد ما بيسمعوا التسجيل بيجي واحد اسمه اجزافير وده كان المعضل فيهم وعمال يبلطج عليهم وبيتعصب على الامان ده وبيقول لها انت عرفت منين مكان التسجيل ده فافتح كلهم اللي حصل وبتعرفوا من السفاح ده خطفها قبل كده وبيكون موجود مع التسجيل ورقة وفيها مفتاح والورقة دي مكتوب فيها اوعى تستخدم المفتاح ده على الباب فاجزافير بيطعصب وبيقول لا هنفتح الباب اكيد اكيد دي خدعي جدعان ولكن الناصح ما بيرضاش يفتح الباب بنفسه وبيدي مفتاح لواحد تاني وهو ما بيفتح الباب بتتضرب على الاصر الصسم المسدس كان موجود على الباب وبيموت طبعا فكل بيترعب وبيبدا يعرفوا ان الموضوع مش هزار وانه ممكن كلهم يموتوا في اي لحظة وبيمسوك امان ده وبيعودوا يسألوها على كل التفاصيل عشان فهم انها هم ليه هنا فبتقولهم ان السفاح باختبارنا وبيشوف هل ايه نستحق حياتنا ولا لا للعبة اللي هو ده من بيلعبها وبعد شواء باب الغرفة بيتفتح لوحده فبيغروج كلهم وبيتفرقوا في المكان عشان يدوروا على الحقنة اللي فيها الطرياق او العلاج وبتبدأ واحدة من بنات كح دم وكلهم كانوا اصلا تعبادين ومراقين وده من اثر غاز اللي كانوا بيستنشقوه وبفضلوا دوراء على المخرج واجزة فير بيقصة في الحيطة ولكن بيكتشف ان المكان مقفول كويس وانهم فعلا محبوسين هنا بس واحدة منهم بتلاقي باب سري بينزل على قبل وكل بينزل عشان يشوف هيوديهم على فين وهو ما بيوصلوا بيلاقوا جثة وجنب الجثة دي موجود ورقة مكتوب عليها اوبي اوبي ده بيكون اسمه واحد منهم وطبعا بيلوه تسجيل والتسجيل ده كان عبارة عن رسالة اوبي وستفع جون فالتسجيل بيكشف سر اوبي وانه ساعة جون فخطف الناس دي كلها وتوصلهم للمكان ده فطبعا الكل بيبص ال اوبي وفي واحدة منهم بتفتكر ان فعن اوبي اللي خطف وبيكونوا عاوزين يقتلوه ولكنه بيقول لهم انا زي زيكم وهو غصبنا على ان نعمل ده كله والتسجيل بيستمر وجون كان بيقول ان فيه فرن موجود في القبو ده وجوه الفرن موجود حونتين من الطريق واحدة الاوبي واحدة لاي حد هو يختاره فعلا بيدخل اوبي الفرن وبيسحف الحد انه بيوصل للحقن وبيشد واحدة وبيجي عشان يشد التانية لكن اوما بيشدها الفرن بيقفل عليه والنار بتولع من حواليه وبيبدأ اوبي ان هو يصرخ ويستنجد بالناس اللي برا عشان يقزوه وبيلاقي فيه شباية تسجيل الفرن فبيحاول اكسره ولما بيكسره وبيبيطلب راسه ولكن بيكون مات خلاص وبيتفحم هو والحقن اللي فعل علاج وبكده الطريق خلاص بح والباقية بعد موت جون بدأ يفقد الامل والغز بدأ يقصع عليهم ويتعبهم زيادة وبيسأل دانيال اماندا وبيقول لها ليه السفاة خطفك مرتين مش انت كنت اكتست اللعبة بتاعتك قبل كده فعقيت له انها رجعت للمخدرة التاني الله يحرقها اماندا وكمان حاولت تقتل نفسها علشان كده السفاة خطفها تاني ورجع اللعبة من جديد وبيقاطع كلامهم جون اللي بيقول لهم لقينا باب مع لهوش افل وبيصدره اجزافير الغشيم عشان يفتح الباب ده ولكن اماندا بتقولهم وبيتحذرهم ان ده ممكن يبقى فخ تاني لكن اجزافير بيناشف دماغه وبيفتح الباب وقاموا بيخشوا المكان بيشتغل قدامهم طايمر من مدودة اربعة دقايق والطايمر ده كان متركب على باب تاني حديد وبيلاقوا وراء عليه اسم اجزافير وجنبها تسجيل او رسالة الاجزافير السفاح جون كان بيقوله اهلا يا اجزافير انا عايز العب معك لعبة وبيقوله انه ادمر بعد اي عشان يلاقي المفتاح بتاع الباب ده وياخد حونة العلاج اللي موجود وراءه ولكن لو فشل الحون هتروح عليه وبيقوله عشان يلاقي المفتاح لازم يدور عليه كأنه بيضره على ابن فكوم اش او بالقصح مفتاح فكوم ابر وبيكون المفتاح موجود في حفرة في وسط القوضة والحفرة دي مليانة سرنجات ولكن طبعا اجزافير الجمان بيتلعب من فكرة انه هو ينزل الحفرة دي ويتدور على المفتاح فبيمسك اماندا وبيرميها غزبة عنها في الحفرة وبتقع اماندا على السرنجات وبتبدأ الابر انها تخش في جسمها وبتصرخ اماندا من الالم ولكن اجزافير كان بيقولها ادور على المفتاح يلا قبل من وقته يخلص ومش همه حاجة غير حياته بس وفعلا بتحاول اماندا تلاقي المفتاح ومجمية الابر اللي عمها تخل في جسمها وبتلاقي اماندا المفتاح في اخر لحظة ولكن عبالما اجزافير بيوصل للباب بيكون الطايمر خلص وبالحاش اجزافير يفتح الباب وبيروح عليه العلاج وبكون اماندا تعذبت على الفاضي وبيخرج دانيل اماندا من الحفرة وبيبدأ يشيل ابر منها وبيتعصب اجزافير وبيقول لهم انا اخرجل من هنا الواحدي وبيمشوا وبيسيبهم وبنرجع للزابط اللي بيكتشف من جون ان الناس اللي محبوس معاهم دانيل كلهم كانوا مسهجين افاشهم للزابط ايريك قبل كده وكان السبب في حبسهم وبنكتشف اصلا ان ايريك كان زابط فاسد ولفة التهم ليهم كلهم وده معناها ان كل الناس دي بتكره الزابط ايريك جدا ولو اكتشفوا ان ابنه يبقى دانيل هيكلوا بسنانهم وبتعصب الزابط جدا وبيسأل زميلته فين فريق التقن اللي مفروض يتبع المكان اللي جاي منه البس المباشر ده فازميلته بتقول له فاضلهم ربع ساعة ويوصله فالج بيقول لنا مش هستان ربع ساعة وبنرجع لاجزافير اللي دخل الغرفة اللي هما كانوا فيها من البداية وفيها الخزنة اللي جواه العلاج هو يبص لاجزافير على جسد اول واحد مات الراجل اللي حاول يفتح الباب في الاول وبيلاق على افاه او بالاصحة في دماغه من وراه ومكتوب كلام مكتوب وبيفتكر اول تسجيل سمعه لما جون قال لهم كم السر خزنة موجودة في دماغه وبكده اجزافير يعرف الرقم الاولاني بس لازم يجمع بقية الارقام من بقية الناس وبيخش عليه جونز واللي اصلا الغاز بدأ يقصر عليه وكان عمل يرجع دم ومش قادر يوقف وبيسأل اجزافير هنعمل ايه احنا كده هموت فاجزافير بيقول له لف كده ورينه ظهرك وطبعا جونز بيتعصب عليه وبيهجمه فبدأوا يتعركوا واجزافير بيمسك مضرب في مسامير وبيقشاه فراس جونز وبعدها جونز بيقع عمالية على الارض واجزافير بيقرى الرقم اللي موجود على راسه وبنرجع على دانيل اللي كان ماشي في البيب بيضار على العلاج وكان معاه امان دا ولورين والزوية فلورين بتوقع وبتتعب على الارض ولكنها بتلمح على الحيطة على علامة اكس وبتفتكر التسجيل بتاع جونز اللي كان بيقول فيه لو عايزين تعرفوا ايه اللي يربط ما بينكم دوره على علامة اكس وبيلاقوا صورة لدانيل مع ابو ايريك وفي اللحظة دي بيكتشفوا ان دانيل يبقى ابن الظابط ايريك اللي كان سبب في سجنهم كلهم ظلم واسنان ما هم كانوا بيتكلموا الغاز بيموت لورين وبيكون اجزافير عمالة دوره على علامة الناس علشان ياخد منهم الارقام بتاعتهم ولكنه بالصدفة بيلاقوا الصورة بتاعت دانيل وابوه وبيخش على ماندا ودانيل وبيقول لهم او اطهربوا وفي اللحظة دي بيكون ايريك عمالة الارقام اللي بيحصل لابنه فبيخش على جون وبيبدأ فيه ضرب عشان يخليه اعترب بمكان ابنه وبعد ما ضرب فيه حبة كبيرة وقصر صوابع ايده بيقوله انا هاخدك المكان بس بشرط نروح لوحدنا ويقوله بسرعة عشان تلحق ابنك فايريك بيسأل جون هنهرب من هنا ازاي فجون بيشاوله على الزوار وبيضط عليه ايريك وبنكتشف ان الحتة اللي كانوا عادين فيها عبارة اصنصير وبالصدفة بيتلاقي غرفة جواها صندوق ازاز وجوا الصندوق موجود السيرنجة اللي فعل علاج فبتدخل زوي ايديها في الفتحة اللي جواه الصندوق عشان تخرج السيرنجة ولكن العلاق بيتدلق وزوي ايديها بتتحقشل وما بتعرفش تخرجها لان الفتحتين دول كما تحوطين بازاز والازاز ده بيبدأ يقطع في ايدين وشرايين زوي وبتبدأ تنزف واجزافير بيسمع صوت صرخة بيخش عليها ولكنه ما بساعدهاش ويسيبها تنزف لحد الموت ما بيكونش فاضل الى الارقام بتاعت اماندا ودانيل فبيروح اجزافير عشان يجيبها منهم لكنهم بيخشوا جوا الغرفة اللي كانوا فيها من البداية وبيفرع على نفسهم بس اجزافير بيزوق الباب وكان خلاص هيخش ولكن الحصن حظ اماندا بتلاقي باب السير تحت الخزنة ولكنه كان مقفول فبفتكروا المفتاح اللي كان في البداية واللي كان مع جونز فبياخدوه من جسد جونز ويفتحوا الباب وبينزول للمكان السير تحت الارض وبيكون المكان ظلم وروحت وحشة فاماندا بتولع النور وبنتشوف ان المكان ده هو الحمام اللي حصلت فيه احداث الجزء الاول وبنشوف قدامنا الجسد بتاعت الضحاء من الجزء الاول وحتى بنشوف رجل الدكتور اللي قطعها وكايت لسه مربوطة في السلسلة وبيخش اجزافير عليهم لكن بيلاقي دانيل ميت جنب اماندا فاماندا بتقوله انه مات من الغاز وانه دلوقت هياخد الرقم بتاعها وبتاع دانيل بس مين هيقول لك الرقم اللي موجود على افاك يهبل وبيدور اجزافير علي امرأة في المكان ولكن ما بيلاقيش فيمسك السكينة وبيقطع جلده من قول رأسه عشان يجيب الرقم وبعد ما قطع جلده وعرف رقمه دانيل بيصحى مرة واحدة وبنكتشف انه كان بيمثل وبينطع الاجزافير وبيقطع رأبته باستخدام منشار كمار مع الاراضيات الحمام وطبعا كلكم فاكرين منشار ده كويس اللي كان في الجزء الاول وبعد ما بيموت اجزافير بنرجع للضابط ايريك اللي كان مع جون وريحين بالعربية للمكان اللي فيه ابنه وفي نفس الوقت قوات الشرطة عرفت المكان اللي جاي منه البس وراحت وعجمت عليه بس الشرطة بتكتشف ان البس ده كان عبارة عن تسجيل وان كل الحاجات اللي كانوا بتفرجوا عليها دي كانت متسجرة من فترة طويلة جدا وكل اللي ماتوا ماتوا من بدري واللي عاشوا عاشوا والشرطة فاكر ان كل ده مباشر لكن في الحقيقة كل الاحداث دي حصلت من زمان وبنرجع ليريك اللي كان مع جون وجون بيقول له ادخل المكان ده وانت هتلاقي ابنك فايريك بيخش وفعلا بيوصل للحمام اللي هم كانوا فيه ولكن مكان بيكون ضلمة وجوز اجزافير مرمية على الارض بس واضح انه عد عليها فترة طويلة وهي مرمية هنا وفاجأ بيخرج واحد من البنيو اللي لابس قناعة خنزيل بتاع سو وبيح ان الزابط ايريك بالمخدر وبيصح ايريك عشان يلاقي نفسه مربوط بسلسلة وجنبه تسجيل فبيشتغل تسجيل ده وبإسمع صوت اماندا اللي بتقول للظابط ان هو السبب في ان حياة تتغير لما بعثها للسجن ظلم وانه ضمر حياتها وحياة غيرها ولكن لحسن الحظ انقذها واحد اسمه جون لم عارف قيمة حياتها الفعلية وقررت اماندا دنقى الكامير للاسلة بتاعت جون وبنكتشف ان اماندا كان بتمثل كل ده وانها هي المخاططة الكل اللي حصل مع جون وبتظهر اماندا للظابط وبتقول له انا اللي هكمل اللي بيعمله جون بعد ما يموت وبتقول له انت كنت اول اختبر لي واللعبة انتهت وانت خسرت وبتقفى عليه باب الحمام وبتسيبه عشان يموت وبنرجع للمكانون اللي الشرطة كانت موجودة فيه وبتسمع الشرطية زمينة ايريك صوت خزنة بتتفتح وبتروح وببصوا جوه الخزنة دي عشان تلاقي دانيل اللي كان موجود هناك من البداية وكان جون مركب له قناع اكسوجين عشان يعرف يتنفس وما قتلوش لانه كان بريق وما عملش زنوب في حياته زي الضحايا البقائيين بينما ابو الضابط ايريك كان زابط فاسل بيلفق التهم للناس وعشان كده كانت نهايته سودا زي وزي بقيت ضحايا سفاح الجيك السوء وبيكمل الجزء الثالث في الحمام المظلم اللي كل شوية بنرجع له واللي الضابط ايريك كان محبوس فيه من الجزء اللي فات وبعد ما اماندا ربطت رجله بالسلسلة بدأ الضابط استوعب الموقف بتاعه وبدأ يحاول يخرج نفسه من مكان ده فيبص حواليه وبيلاقي منشار وما بيكونش عارف يعمل بي ايه وبيفكر استخدمه عشان يقطع بالسلسلة ولكن بيلتفك جنبه وبيلاقي رجل الدكتور لورانس المقطوعة وبيعرف ان فايز المنشار مش عشان يقطع السلسلة لا ده عشان يقطع رجله بس بيخاف يقطع رجله بالمنشار عشان ما ينزفش دم كتير ويموت فبيكرر ان هو يكسر عدم رجله ويخرجها من السلسلة وفعلا بيلاقي حجر كبير بيكسر بيه عضن رجله وبيخرج من الحمام هو عمال يسرخ من قلم ومش هنعرف ايه اللي حصله دلوقتي بس هنعرف بعدين وبنتقل بعدها القوات الشرطة اللي كان بتقتهم مكان مقفول وبتلاقي جواية جزة جديدة فالزاب الكاري صاحبة ايريك بتوصل للمكان وبتسأل لقيته ايريك ولا لا فبيقول لها لا ده مش ايريك اللي هنا ده ضحية جديدة وبنكتشف الضحية الجديدة واللي كان واحد اسمه تروي وده كان مجرم وعمل مشاكل كتير في حياته فمنطق ان السفاح الجيكسو يقتله بس الطريقة اللي اتقتل بها كانت شانية عاوي بيصحى تروي عشان يلاقي نفسه مطربط بالسلاسل لكن السلاسل دي كانت مختاركة جلده وكان فيه تسع سلاسل جوا لحم وجلده وجنبه قنبلة فلازم ان هو يشد السلاسل دي ويقطع لحم وجلده عشان يفك نفسه قبل ما القنبلة تنفجر وفعلا تروي بيبدأ ان هو يفك السلاسل الواحدة ورا التانية ومع كل سلسلة كان بيصرخ من شدة الالم وما كانتش فاضل الى السلسلة الاخرى اللي موجودة فوقه ولكنه ملحقش شدها وكن بلا بتنفجر وبيموت تروي وبنرجع لمحاققة كاري اللي زمنها كان بيقول لها هو مجون سفاح الجيكسو اخر مرة كان معانا كان تعبان وبيموت ازاي قدر يعمل ده كله فكاري بترضى بتقول له انتو لما دخلتوا المكان ده فتحتوا الباب ازاي فقال لها الباب كان مقفول كويس جدا وفتحناه باستخدام مكانة اللحام بالعافية فقالت له بس ده مش اسلوب جون لان لو كان الباب مقفول كويس جدا حتى لو تروي يفك السلاسل ما كانش هيقدر يخرج من الغرفة قبل ما كنبلة تنفجر وجون دايما بيدي فرصة للضحايا بتوع النوم يكسبوا اللعبة ويخرجوا احياء لكن المرة دي في حاجة مختلفة جون كان عايز الضحية تموت حتى لو كسبت اللعبة وبتروح كاري وبتاخد ملفات القضية وبتاخد تفكر فيها وتتفرج على الشريط اللي كان مسجل جون لتروي وبينشرح فيه اللعبة وبعد اما الشريط بيخلص بتشوف نفسها في التلفزيون وبتكتشف ان فيه كاميرا بتصورها فبتقوم ناحية الباب عشان تشوف مين اللي بيصورها وفاجأ من وراها بتظهر اماندا وهي لبسة قناعي خنزير وبتخطف كاري وبتسحى كاري عشان تلاقي نفسها مربوطة في جهاز من اجازة الجيكسو المرعبة وقدامها بطرمان البطرمان ده كان جواه سائل وفي وسط السائل في مفتاح وطبعا احنا عارفين المفتاح ده هيبقى سائل من نجاة اكيد وبشتغل تسجيل قدام كاري وبتقال لها انها لو عاوزة تعيش لازم ان تحط ايديها جواه السائل ده وتاخد المفتاح وإلا الجهاز ده هيشقق اقفاصها الصدر لنصين وعلى فكرة السائل اللي موجود في بطرمان عبارة عن حمض قوي جدا جدا هيزوم ايدك فلازم تستحملي وتحط ايدك جواه وتطلع للمفتاح وبتحاول كاري فيها انها تضرع لأي طريقة عشان تفك بيها نفسها لكن بيكتشف انه ما فيش حل الا انها تجيب المفتاح من بطرمان وتفك نفسها وبعد ما حاولات كتير اخيرا كاري بتخرج المفتاح وبتفك الافل فعلا وبتنجح في المهمة بتاعت ولكن بيتفاجئ انها بعد ما فكت الافل الجهاز ما فكش وفضلت زي ما هي وبنتشف هنا ان سفاح الجيكسو ما بيعملش الضحايا بتوعب عدل وان سواء كسبت او قصرت انت كده كده هتموت وعبل ما كان تموت بسواني بيزر قدامها شخص احنا وبنشوفوش ولكن كاري بتكون عرفاة ما بتلحاش تكمل كلامها ان لو الجهاز بيشتغل وقفصها الصدر بتقسم نصين وبتموت في ساعتها ومتعرف بعدها على شخصية جديدة اسمها دكتور ليندا واللي كانت دكتورة شطرة اوي في شغلها بس نعرف ان عندها مشاكل في البيت ومشاكل معجوزها وده كان ما خليها مش منكزها شوية فبتروح تاخد بريق من الشغل الوحدة اثناء ما هي قاعدة بنبط عليها واحد لابس قناعة خمزية وغالبا كلكوا عارفين ان دي اماندا طبعا وبتفاج الدكتورة عشان تلاقي نفسها متربطة على كرسي وموجودة في المغبأ بتاع سفاح الجيكسو واعدة وسط كل ادواته لاجهزة بتاعته وبتاخدها اماندا الجن اللي كان خلاص على فراش الموت وبيودع فبيقول جن الدكتور ليندا انا عايزك تعرفيه لفاضل كان بالزبط لغاية ما موت فالدكتور ليندا بتقوله مستحيل اقولك على حاجة زي دي بتنظر كده لازم افحصك واكشف عليك فجن بيقول لها انا كنت مريض عندك قبل كده اقرر الملف بتاعي واعرفيني فاضل لها دي حديد عليكم بلا وبتحط حوالين رقب الدكتور ليندا وبتقول لها ان الطوق ده مربوط بمعدل النبض بتاع جن ولو قلب جن وقف اقوم بلا اللي في الطوق دي هتنفجر وانت طبعا رأسك هتتنسف وهتموتي فلو عاوز تعيشي حفظي على حياة جن لحد لما اللعبة اللي برة تخلص فليندا بتقول لها لابت ايه فاماندا بتقول لها ان احنا عندنا ضحية جديدة برة وبعد اما تخلصت ضحية دي اللي لعبة بتاعتها وجون لسه على قيد الحياة هنسيبك تروحي لعيالك متعرف بعدها الضحية الجديدة اللي كانت واحد اسمه وبيفوت جيف عشان يلاقي نفسه في صندوق خشب مقفول عليه وبيشتغل التسجيل بتاع جيكسو واللي كان بيقول له انا عايز الالعب لعبة واللعبة دي هساعدك من انك تنتئم من كل الناس اللي كانوا سبب في موت ابنك ودمروا حياتك بعد موته فبيبدأ جيف يكسر في صندوق خشب لحد لما بيقلقوا على الارض وهم بيقوا على الارض بيتجولوا شوية هلاوس وزكريات فبنكتشف ان ابنه مات في حدسة عربية ومن بعد موت ابنه حياته بقت صعبة قوي وبقى ما بينه وبين مراته معشاكل كتير وكمان بنتهم اللي فضله كانوا مش مهتمين بيها وده كله بسبب حزنهم على ابنهم اللي مات وبيفوت جيف من الزكريات والاحلام بتاعته دي وبيبدأ اللعبة بتاع الجيكسو وبنجع دكتور ليندا اللي كانت مع جون وبيتراعب الحالة بتاعته وطبعا كانت مرعوبة لان جون خلاص كان بيودع وما كانتش عارفة ازاي تقدر تحافظ على حياته اكتر من كده وفجأة بيخش جون في صدمة والنود بتاعه بيقع وجسمه بدأ يتشنك وبدأ يرجع دم بس الحصن الحظ لان ده بتساعده وبتساعد في ان الحالة بتاعته تستقر شوية بس بتقول لها ماندا انها مش هيقدر تعمل اكتر من كده ولازم يعمل عملية جراحية فورا عشان يخفف ضغط الدم لعا دماغه والعملية دي مش هينفها تتعامل هنا الفماندا بتقول لها هتعملها هنا غصبة عنك وليلي بس انت محتاجة ايه فالدكتور ريندا بتقول لها انا محتاجة مخدر وكحل وشانيور وبنرجع لجيف اللي بيخش الاول اختبار ليه في اللعبة بتاعته وبيلاقي واحدة متعلقة من ايديها جوة اللاجة كبيرة ودرجة الحرارة كانت مخفضة اوي وبيلاقي جنبها تسجيل فبيشغل جيف التسجيل وبيعرف منه ان البنت المتعلقة دي كانت هي الشهيدة الوحيدة على حدث تموت ابنه ولكنها خافت تعترف في المحكمة عشان كده لقتل تحكم عليه بستة شهور بس وجون كان بيقول لجيف تقدر ان انت تمدي ايدك والجيم مفتاح من وراء المواسير وتحررها او تنقذ نفسك وتخلق من غرفة دي وتسيبها تموت من جمدها وبتبدأ رشاشات المية ترش مية على البنت اللي كانت متعلقها عشان المية تجمدها وتقتلها فجون بيتردد ولكن في اللحظة الاخيرة البنت تصعب عليه فبيكرر انه روح يجيب مفتاح ولكن الموضوع بيبقى صعب بسبب البرودة بتاعت الحديد والمواسير ولكن بعد محاولات كتير بينجح انه يجيب مفتاح لكن لما رجع لقى البنت اتجمدت بيت كامل وماتت فبيخرج جيف من غرفة لوحده وبيكمل جيف المشوار بتاعه وبيخش على التحدي التاني في اللعبة بتاعته والمرة دي بيخش على مكناة كبيرة بتطفهم الخنازير وبيطلع عشان يبص على الخزان اللي بتنزل فيه خنازير المفرومة وبلاقه جوا واحد متربط وبيشتغل التسجيل وبيكتشف ان الواحد ده هو القاضي اللي حاكم على قتل بستة شهور بس والجوم في التسجيل بيقول له لو عايز تفكر الراجل ده وتنقص حياته لازم تحرق لعب وصور ابنك اللي انا جمعت هذاك عشان تعرف تاخد المفتاح اللي يخارج القاضي ده او تقدر انك تسيب ويموت وتمشي وبعد ما التسجيل بيخلص المكنة بتشتغل وبنكتشف ان فيه خنازير متعلقة وبتنزل جوة فرامة وبتفرم في الخنازير وبتتصب على شكل سائف في الخزان اللي القاضي كان مربوط فيه وبيبدأ القاضي ان يغرق في الخنازير المفرومة وبيطلب المساعدة من جيف وجيف بيقعد يفكر كتير قبل ما يحرق الحاجات بتاعت ابنه ولكن في اللحظة الاخيرة بيحرق لعب وصور ابنه عشان ياخد المفتاح اللي هيفوك به القاضي وينقص حياته والحصن الحظ بيوصل له فعلا في اخر اللحظة قبل ما يغرق في امعاء وبقاية الخنازير المفرومة وبنرجع لين دا اللي كانت خلاص هتعمل عملية جراحية الجون وفعلا بتبدأ انها تشؤ دماغه وبتوصل للعظم بتاع الجنجمة وبتجيب الشانيورو بتخرم في العظم عشان تفكه عشان تقلل الضغط بتاع الدم على الدماغ والحمد لله العملية بتنجع ولكن جون للضغط بتاعه بيوطى وبيقش في صدمة بس الحصن الحظ دكتورة ليندا بتعرف انها تنقصه في اخر ثانية واسناء ما اماندا كان بتفرج على كل اللي بيحصل بتبدأ تفتكر اول مرة شافت جون وبتفتكر اول لعبة صممتها مع جون وبنعرف انها هي اللي خطفت ادم الضحية اللي كانت موجودة في الجزء الاول وبنعرف كمان انها كانت موجودة مع جون هو بيجهز الحمام للضحايا بتاع الجزء الاول اللي هم ادم ودكتور لورنس بس بنعرف برضو ان اماندا اسناء كل اللي حصل ده مكايتش منتزنة نفسية وكانت بتئزي نفسها وكمان بنعرف انها بتحب القتل ومش فانا معها الضحايا اللي هي بتقتلهم مزنبين ولا لا وبنكشف ان هو حداز الجزء الاول بعدما الحمام اتقفع على ادم وفضل لوحده اماندا هي اللي دخلت عليه وخانقته بكيس بلاستيك وقتلته وطبعا اللي ما شفش الجزء الاول زي ما قلت لك هتلاقي الرابط تحت في الوصف وبنرجع لجيف والقاضي اللي خرجوا من مفرمة الخنازير وكانوا رايحين للتحدي التايت من لعبة وبيخش يشف عشان يلاقوا قدامه تيموثي وبنكتشف ان تيموثي ده الولد اللي خبت ابن جب العربية وقتله فمش اغلت في التسجيل وجون بيقوله ان اجبتولك قدامك اه انت اللي هتختار تسامحه ولا تقتله اهو قدامك مجرد انسان ضعيف حياته اتضمرت بعدما خبت ابنك بالعربية هو ما كانش يقصد وكان طالب مكتائز في كلية الطب وحياته كلها اتضمرت بعد اليوم الاسود اللي خبت فيه ابنك وعشان تنقصه لازم تجيب مفتاح الجهاز اللي موجود قدام بندقية ولو عايز تاخد المفتاح لازم تاخد طلقة هلها ترد انك تضرب بالنار عشان تنقص حيات الراجل اللي قتل ابنك وبتردد جيف قوي ما بيكونش عارف هيعمل ايه ولكنه بيشوف قدامه تيموثي اللي الجهاز بدأ يشتغل ويروي ايديه ورجليه كمان وبيكسر في عظم ايديه ورجليه خالص وتموثي كان عمال يصرخ بالقلم والقاضي قاعد يقول لي جيف لازم ان تنقصه ما ينفعش تسيبه واخيرا جيف بيمدي ايديه عشان يسحب المفتاح ولكن لما بيشد المفتاح الرصاصة بتتضرب بس ما بيجيش في جيف بيتيجي في القاضي وبترجع في اتنقه ومتموته وبعدها بياخد جيف المفتاح وبيحاول يلحق ان هو ينقص تيموثي ولكن الجهاز كان قصر ايده الاثنين ورجليه كمان وكمان قاعد يلوي رقبته لحد لما قصر هولو ومات تيموثي موتى شنيعة ما تمنهاش لالده عداء الصراحة وبنرجع لجوني اللي فاهم العملية وشكر الدكتورة وسألها انتي ليه حياتك ببيضة وليه بتخوني جوزك ومش مهتمة ببنتك كل ده بساب انك فقط ابنك وبينحقش يكملوا كلامهم ان لو اماندا بتخش عليهم وبتقطعهم فبتخرج ليندا برة وبتسيبهم يتكلموا لوحدهم وبتحول انها تفتح الباب وطهرب من المكان ولكن اماندا بتقفشها وبيبدأوا يتخانوه ويدروف بعض وفي النهاية اماندا اللي بتكسب وبتاخد ليندا وبترجعها عند جون وبعدها بتقول لجون ان الجيف كما يلعبها وخلص مراحي التلاتة فجون بيقول لاماندا خلاص يا بنتي فوق ليندا وسيباها تروح هي عمت المطلوب منها ولكن اماندا بتقول لها مش هسيبها تمشي وبترفع المسدس وبتصوت ناحية ليندا فجون بيقول لها انا ده اختبار لك يا اماندا وقارج دلوقتي هو ولا يا حقدد هتنجحي ولا هتفشلي انا خدت بالي انك بدأت التغير في الرسالة بتاعتي وبتأتي لي في الضحايا حتى لو نجحوا في اجتياس اللعبة ده انت حتى قتلت الزابط ايريك بعد ما قسر رجل وفك نفسه من السلسلة وقارج من الحمام وده اختبارك الاخير سيبي ليندا تمشي عشان تنجح في الاختبار واسنا ما كل ده كان بيحصل جيف كان بره ولا ارسالة مكتوبة من جون بيقول له فلصتك الاخيرة وموجود تحت الرسالة مسدس فبياخد جيف المسدس وبيخش عليهم وهو ما بيدخل عليهم بتضرب اماندا النار على ليندا فجيب بيجرى عليها وبيمسكها وجون بيقول لجيف اماندا قتلت مراتك هتعمل لها ايه وبنتشف هنا ان دكتور ليندا تبقى مرات جيف فجيب بديم تفكير بيدرب النار على اماندا والرسالة بتيجي في رقابتها وبتفضل تنزف لغاية لما بتموت واسنا ما هي بتنزف جون بيقول لها انا اخترتك انتي عشان انت كمان ما سرتي ولكن انت فشلت في كل حاجة وما استحقش انك تعيشي وبتموت اماندا وهي بتنزف وبيمسك جيف مراته ليندا بيقول لها ما تخفيش انا معاك وهنقذك بعدها جون بينادى عليه فجيب بيمسك المسدس وبيقوم عشان يقتله وفعلا بيدرب عليه لكن المسدس بيكون فاضي فجون بيقول له مش لازم انت قتلني مراتك وعيلتك محتاجينك دلوقتي انا قدر اطلبك عربية اسعيف في تلت تقايق عشان تبقز مراتك قبل ما تنزف ولكن مشارط واحد انك تعدي في الاختبار الجاي ده فجون بيقول له قدامك عالتربزة دي سكاكين ومشارط واسلحة كتير تقدر انك تستخدم اي حاجة من دول عشان تقتلني وتنتقن او تقدر انك تسمحني وهتعيش انت ومراتك فجيب بيقول له انا مسمحك ولكن بيمسك الشانور وبيقطع رائبة جون مرة واحدة ولندا بتلحقه اشي تمنعه وبيكون جيف مش عارف ان في قنبلة حوالين رائبة لندا وهتنفجر او منابض جون يقف وفعلا دا اللي بيحصل جون سفاحة جيكسو بيموت وده معناه ان دكتور لندا رأسها بتنفجر وبتموتها كمان وبنكتشف ان جون قبل ما يموت كان مسك تسجيل في ايده فجيب بياخد التسجيل ده وبيقع الجنب جثة مراته وبايسمع الرسالة الاخيرة لجون واللي كان بيقول له لو انت بتسمع التسجيل ده فده معناه انك فشلت في الاختبار وان انا ميت حاليا ومراتك كمان ميتها لكن ما تفتكرش ان انا هسيبك بسهولة لسه في لعبة اخيرة انت خسرت مراتك وخسرت ابنك بس فضلك بنتك واللي هي حاليا معبوسة في مكان ماء بكمية اكسوجين محدودة ولازم تكمل اللعبة الاخيرة عشان تعرف تنقذها بيكمل فيلمنا بعد موت جون سفاح للجيكسو في الجزء اللي فات بعد ما عمل لعباته الاخيرة ولكن هل فعلا كانت دي لعباته الاخيرة اكيد لا ده لسه فاضل خمس اجزاء يعني يا جماعة بعد موت جون بتنتقل جثته للمشرحة عشان الطب الشرع يشرحها وعندهم في امريكا الناس اللي بتتقتل وبتعمل جرائم كتير زي كده بيحبوا شرحوهم عشان يفحصوا مخوهم عشان يكتشفوا هل عندهم حاجة مختلفة عن باية البشر خلاتهم يقووا كده ولا لا واسنان مادا كاترة بيشراحوا جث جون بيوصلوا لمعدته واللي بيخرجوا منها شريد كاسد كان بلعو جون قبل ما يموت فاول ما بيلاقوه بيتصلع الشرطة بسرعة وبيطلبوا المحاقق هوفمان لانهم عارفين ده معانا ايه وانا اكيد في ناس حياتها في خطر حتى بعد موت جون وبيوصل المحاقق هوفمان وبيسمع التسجيل وجون بيقوله اهلا بيك او هكون فاكر اني لما موت العاب انتهت لا لا يا صاحبي لسه مكمل ولسه هاختبرك واختبر صحابك وكل زابط فاسد موجود في المدينة دي بيسمع هوفمان كل ده وبيكون شبان عليه الخوف هو للرعب لكنه واضح انه مهتم بسو قوي وبالالعاب بتاعته بعدها بنتين لتنين واحد عينه متخيطة ومقفولة وبيشوفش قدامه والتاني كان محامي اسمه بقه متخيط ومقفول وبيعرفش يتكلم وكل قاعد فيهم مربوط بسلسلة من رقابته وسلسلة متوصلة بوينش وفجأة الوينش بيشتغل وبيبدأ يشد فيهم الاتنين وارت بيحاول يتكلم مع الراجل التاني لكنه ما بيقدرش لان بقه مقفول ولكن الراجل التاني ما كانش شايف ده فبيفتكر اني اارت عايز يقتله وبيكر الراجل التاني انه يهجم على ارض واسنما كل ده بيحصل الوينش كان عمال يشدهم للموت ولما المحامي اارت كان بيضرب في الراجل بيشوف مفتاح للاف المتعلق في القابته فبيضربه على دماغه لحد لما بيقتله وبياخد المفتاح وبينقذ نفسه ركزوا مع اارت ده عشان هنرجع له تاني المهم من انتقل للشرطة ان الكلم بتقتحم واحد من المواقع اللي السوق كان بيعمل فيها لعبه وبيكون مع الشرطة المحاقق هوفمان وبيوصلوا للمكان وبيلاقوا جثة متعلقة وبيكتشفوا انها جثة كيلي محاققة الشرطة اللي اتقتلت في الجزء اللي فات وبيوصل للموقع اتنين من عملاء بيتر ولينزي وبيكلموا عن طريقة موت كيري وانه مستحيل جوني يكون هو اللي قتلها لانه في اخر ايامه كان مريض فالمحاقق هوفمان بيقوله ما كانش جون دي كانت واحدة بتساعده اسمها اماندا فبيتر بيقوله مستحيل تكون اماندا لانه مش هتقدر ترفع كيري وتعلقها كده خصويا انها كانت مدمنة وكسمها ضعيف اللي قتل كيري مش جون ولا اماندا في شخص جديد بدأ يعمل العاب من تاني ولازم نوصل له قبل ما ناس اكتر تتأذى وبنروح بعدها على قسم الشرطة وبيوصل لبيتر ولينزي رسالة بتقول ان فيه تلات زباط كمان هيموت وفعلا اول الزباط دي كان هوفمان اللي بيزر من وراه هو قاعد في شقه ده قناع خنزير وبيختفوا وما بيعرفوش وصلولوه تاني زابط كان ريج صاحب هوفمان واللي بيصحف شقة وكان متداهي وبيسمع صوت غريب في الشق وبيتخضر مرة واحدة وبيفوق عشان يلاقي نفسه في البنيو فبيقوم ويعرف انه دخل لعبة جديدة من لعب سو وبيشتغل قدامه تسجيل لسو بيقول فيه ريج انه دايما بيحاول ينقس كل الناس ودايما بيحب يبقى البطل ودلوقتي صاحبه المحاق اللي كان مختفي من ساعة الجزء التاني واللي هماندا المفروض انها تلوت في الجزء التالت لكننا بنكتشف انه ما ماتش وصوف فضل حبسه وجبس له رجل مكسورة وهو حاليا مربوط بحبل مشنقة وتحت مكعب تلج كبير لو التلج ساح هيقع ويموت مشنوق وكمان المحاقه هوفمان كان جنبه مربوط على كرسي ولو وقع اريك ومات المحاقه هوفمان هيموت من الكهرب والوحيد اللي يقدر ينقذهم يبقى ريج ولكن قبل ما يوصل لهم لازم يمر بشوية اختبارات كده اولها انه بيلاقي واحدة في شائطه مربوطة في جهاز بيشد شعره وقدامها تسجيب بيقول لريج ان البيت دي مجرمة وكايت في السجن وما تستهلش انها تعيش واذا انت حاولت تنقذها هتبقى بالضيع من وقتك واصحابك ممكن يموت لكن ريج بيقرر يساعدها ويوقف الجهاز وفعلا بينجح بس معادة ما الجهاز بيكون شد شعرها وقطع فر وترسها ويروح ريج عشان يجيب حاجة يمسح بها الدم لكن فجأة بتقوم البنت وبتحاجله بسكينة وبنكتشف ان سو كان قايل لها توجه مع ريج بعد ما ينقذها لانه هيسلمها للشرطة وهتتسجن تاني على الجرامي اللي عملتها علشان تهرب لازم تقتل ريج ريج بيضربها بالنار وبيقتلها وبيلاقي مفتاحين ورسالها من سو بياخدهم وبيخرج من البيت والشرطة بتيجي على بيت ريج وبيتر بيلاقي جوزة البنت وبيلاقي صور المحاقق ايريك والمحاقق هوفمان فبيبدأوا يشكوا ان ريج هو سو جديد لكن لينزي بتقوله ان ممكن سو عايز يلبسوا التهمة ومن ضمن الصور اللي بيلاقوها على الحيطة سور الجين مرات جون فبيستدعيها بيطر للتحقيق عشان ممكن تكون عندها معلومات عن اللي عمل وجوزها قبل ما يموت وبيكمل ريج الاختبارات بتاعت سو وبيروح على المكان اللي كان سايبه ليه في الرسالة وبيكتشف انه فندق وبيلاقي رسالة من سو بيقوله فيها هات صاحب الفندق للغرفة دي وفعلا ريج بيناد على صاحب الفندق للغرفة وبنكتشف ان صاحب الفندق كان راجل سادي مريض بيعزب البنات وبيختصبهم وتسجيل سو بيقول لريج انك لازم تنتق من الراجل ده وترجع حق كل اللي ازاهم فريج بيجبر صاحب الفندق انه يربط نفسه في الجهاز اللي مجهزه سوعة السريع ولا هيشد جسمه من رجله ويديه ويقطعه الحتب اللي ازا فقع عيني بنفسه وعمى نفسه في خلالة ستين ثانية والاختيار اختياره وبيمشي ريج وبيكمل ريحته لكن صاحب الفندق بيفقى عينه الاولى بس من الانم والخوف ما بيعملش التانية فالجهاز بيشتغل وبيبدأ يشد في رجله ويديه وبيقطعه الحتب بعدها بننتهي اللي بيطال اللي كان بيحقق مع دكتور جين مرات جون واللي بيتقول له ان جون تحوله بقى السوق نتيجة موت ابنه لانها كانت حامل وجون كان مستني المولود ده بفرغ صب لكن فيه حرام يهاجم علي فعياتي وزاق الباب على بطني وكان سبب في اجهاض ابني ومن ساعتها وجون تغير وبقى ازاي زمان وبعدها بيروح المحاقق بيطال لمكان الفندق وبيشوف اللي حصل فيه وبيكتشف ان الغرفة اللي تدل فيها صاحب الفندق كانت متأجرة باسم محمي ارت واللي كان مختفي من اول فترة طبعا كلكم عارفين المحمي ده وبنرجع على ريج اللي كان وصل للمرحلة التالتة من العبسو واللي بيلاقي فيها اتنين متجوزين ومتعلقين وفي اسياخ حديد جوه جسمهم حرفيا ولكن الاسياخ كانت بتعدي من جسم الزوج في اماكن قاتلة يعني لو انسحب هينضف دم بشكل رهيب ويموت بس في جسم الزوجة ما كانتش هتموت ازا تسحب منها الاسياخ لان الاماكن اللي يتحطت فيها الاسياخ مش خطير اوي فبقرر الزوجة انها تنقذ نفسها وتضحي بزوجها خصا انه كان بيئزيها ويعزبها وبتبدأ تسحب الاسياخ وبيكون فاضل سيخ واحد بس فبيخش ريج يساعدها ويسحبه وطبعا الزوج بيجوم مهت من النزيف وبيلاقي ريج اللي سالة فيها عنوان المكان اللي يلاقي فيه صحابه ايريك اوفمان فبيوخب من مكان جاري وبيضرب جرس الانذار عشان الشرطة تيجي وتنقذ الزوجة وتوصل للشرطة واسلام هما بيدوروا في المكان بيكتشفوا ان المحامي ارتي ده كان المحامي بتاع جون ومراته فبيدوروا عن شوية معلومات عنه وبيكتشفوا انهم اجر مبنى كبير فبيروح بيتر و لينزي للمبنى ده وبيلاقوا الدمية بتاعت سوق واللي بتقول لينزي ان صاحبك المحاقب بيتر هيقتل حد بريء وبتقرب لينزي من الدمية عشان تسمع التسجيل كويس ولكن فيه مسدس بيجرب على وشها وبتنصاب اصابة قوية وبتنتهي للمستشفى فاللحظة دي بيروح المحامي بيتر لمرات جون وبيبدأ يعرف منها كل حاجة عن المحامي فانه كان شغال مع جون في شركة هندسة ولكن بعد موت ابننا جون سابت شغل معاه وفضوا الشراكة وبنكتشف بقى ان المحامي ارتي بعد ما نيجي من اللعبة الاولى اللي كانت في اول الفيلم ادى له مهمة تانية وهي انه يخطف المحاقية هوفمن ويجيب المحاقية ايريك ويحطهم على الجهاز اللي هما فيه ونشوف ارت بيدي مسدس ليريك وبيقول له لو عايز تيتن نفسك وتخلص من ده كله اعملها تسيخب بالك صاحبك هوفمن هيموت من الكهرب او ممكن انك تستحمل لحد ما الوقت يخلص بس لازم تدعي ربك انه ما يجيش قبل الوقف عريك بيسأل ارت مين ده اللي انت مش عايزه يجي بس ارت ما بيردش وبناجع علي بيتر اللي كان بيحاق مع جين وبيعرف منها ان اول ضحية جون كانت الحرامي اللي كانت سبب في موت ابنه واول لعبة صممها جربها عليه واللي كانت عبارة عن سكاكين بتقطع في وش المجرب ومساميل بتخرب في ايديه وبعدها بيسأل بيتر عن اول مبنى جون وارت عمانو فجون بتقوله على مكانه وبيروح بيتر على المبنى عشان ينقذ اصحابه لكن بيكون ريج سبق لهناك وبنكتشف ان فيه ولو ريج دخل على هوفمن واريك قبل ما تايمر يخلص في مكعبين تاريك هيغبطوا في دماغ ايريك ويقتلوه وبييجي ريج قدام الباب وبيحاول يخش وبيكون فدر عشر ثواني فالمحامي ارت بيقول لريج من وراء الباب ما تخشش وحتى ايريك بياخد المسادس وبيضرب نار على الوراء الباب عشان ما يخشش والرصاصة بتيجي في ايده ولكنهم بكل ده ريج دو يقصر الباب قبل ما تايمر يخلص المكعبات التالب بتنزع على راس ايريك وتقتلوه والمحامي ارت بيقول لريج انت السبب في موت صاحبك وبيطلع ارت حاجة بيجيبه فريج بيفتكره اطلع مسادس فبيضرب على النار ويقتله لكنه بيكتل شوف انه كان ماسك في ايده تسجيل من سوء فبيشغلو وبنسمع سوء بيقول له انه لو سيبها الحشر ثواني بس وما فتحش الباب كان صاحبه هيعيش لكنه عشان مهوز بانقاذ الناس كان السبب في موت الناس اللي بيحاول ينقذها وبيوصل بيتر اخيرا من بابنا لكنه بيخش على غرفة تانية واللي كان محبوس فيها الجيف الراجل اللي كان في لعبة الجزء اللي فات واللي سوء قال له ان خطفت بنتك فاول ما بيتر بيخش جيف بيهجم عليه وبيقول له فين بنتي فبيتر بيقتله وهو ده الراجل البريء اللي سوء قال ان بيتر هيقتله بعدها بنرجع لمحايا اوفمان اللي كان مربوط جنب المحايا ايريك واللي المفروض كان يموت من الكهرب لما ايريك مات ولكنه ما كهربش وما كانش مربوط اصلا هو بيؤمن ع الكرسي عادي وفي اللحزة دي بيستوعب ريج ان المحايا اوفمان هو السوء الجديد وهو اللي عمل كل ده وبيخرج اوفمان وبيقول جيم اوفر وبيقفل المبنى على ريج وبيطر عشان يموتوا تبدأ احداث الجزء الخامس بعد ما اكتشفنا ان المحايا اوفمان هو مساعد السوء الحقيقي واللي بيكمل شغل جون بعد موته وهو اللي خطط اللعبة اللي اتل بيها زميله الزباط عشان امنعهم من اكتشافه والابض عليه ولكن ازاي هوفمان بقى شغال مع سوء وكمل المسيرة بتاعته بعد موته هو ده اللي هنكتشفه في الجزء ده نرجع للماضي مع واحد اسمه ثيذ كان محبوص جوا لعبة من اللعب سوء واللي بقبرة عن فاس كبيرة بتتمرجح فوق سيذ وكل اللي على ثيذ يعمله انه يحط ايدي اللي استخدمها في قدل الابرياء جوا الجهاز والجهاز هيكسر ايديه وسيذ كان متردد بس في المقابل الفاس مش هتنزل وتقطعه وسيذ كان متردد ومرعوب من انه يحط ايديه ولكنه في النهاية قرر يضحب ايديه عشان يعيش وفعلا بيدخلها جوا الجهاز اللي بيدمرها وسيذ بيتقلم وبيصرخ بس بعد ما دخل ايديه الفاس استمرد في النزول لحد لما وصلت لبطن سيذ وبدأت تقطع فيها وفقى معاقه وكان في الباب بتاع الغرفة خرمه صغير بيتفرج منه واحد ونعرفش مين لكن ده اكيد من الجن يعني الجن سوء الحقيقي يعني كان دايما بيضي الضحايا بتوعه فرصة عشان ينقذ نفسه لكن المرات دي سيذ مات بعد ما نجح في التحدي والمفروض كان يفضل عايش فده معناه ان ده من السوء الحقيقي الموقع بنرجع بعدها لناية الجزء الرابع وبنشوفه محاقق استراهم اللي كان بيحاولين قد هوفمان وبقيته الزباط موجوج والغرفة اللي فيها جس جن وبيخش عليه من وراء محايا هوفمان متنكر وبيحطه على جهاز جديد هو عبارة عن سدوه المية بتملاع عشان استراهم يتخنق ويموت ودي ما كانتش لعبة او تحدي لمجرد طريقة هوفمان بيستخدمها عشان يخلص من استراهم واللي كان الزباط الاخير اللي شكك فيه وفعلا المية بتملاع صندوق واستراهم بيبدأ يتخنق لكنه في اخر لحظة بيلاقى الم في جيبه فبياخد الم وبيطع النفسه في رقابته به عشان يفتح خرم الاصابته الهوائية ويقدر يتنفس بعد ما الشرطة توصل للمكان بيخرج هوفمان وكان شايل في ايده بنت جيف من الجزء التالي واللي كانت محبوسة هنا وكل فاكر انه انقذها رغم انه هو المسؤول عن قتل ابوها ومها معسوه بس كان عامل نفسه البطل اللي نجي بحياته وكل زماله محاقين والزباط ماتوا ولكنه بيتفاجئ ان الاسعائف مطلعين واحد عنا قيلة والواحد ده كان المحاق يستراهم واللي ما ماتش زي ما هوفمان كان عايز وبعدها بنشوف جيل مرات جون واللي بيكلمه محامي جون وبيقول لها ان جون قبل ما يموت كان سايب لك تسجيل معايا في التسجيل جون بيكلم مراته وبيقول لها انه بيحبها وانه ساب لها صندوق وهي الوحيدة اللي هتعرف تعمل ايه باللي جواه وجيل بتفتح الصندوق وبتتفاجئ من اللي فيه لكن احنا مش هنكتشف اللي جواه صندوق للوقتي خالص وبنرجع بعدها لاسم الشرطة وبنشوفه محاق يوثمان بيكار وده لانه سلم جزء جون وهو اللي قفل قضية لكن كل اللي عاديين مش هحفيني انه هوفمان هو مساعد جون وهو السبب في كل المحاقيين زميلهم بعدها بيروح هوفمان لمكتبه وبيدار السنة ما بعتله مكتوب فيها انا عارف انت مين بعدها بيودي بص على صورة اخته اللي ماتت من فترة وبيكرر يروح لسترهام في المستشفى علشان يشوف هو شاكك فيه ولا لا وبيخش هوفمان على سترهام في غرفة زميلتهم المحاققة بيريز واللي ماتت برضو بسبب اللعبة هوفمان في الجزء اللي فات وسترهام بيقول لهوفمان ان اخر حاجة قالتها المحاققة بيريز قبل ما تموت هي اسمك ليه قالت اسمك قبل ما تموت وازاي انت عايش ازاي هربت من اللعبة فهوفمان بيقول له انا خرجت زي ما انت خرج لكن سترهام بيرد عليه وبيقول له انا خرجت عنقلة بعد اما خرمت اصبت الهوائية انما انت خرج على جليك ازاي كده انا شاكك فيك وشاكك في اسم الشرطة بتاعك فهوفمان بيقول له نص اسم الشرطة بتاعي ماتوا في علاعب سو فسترهام بيرد عليه وبيقول له بس انت لس عايش وبيخرج هوفمان وبيسيب استرهام بعدها بيخش المحاقق وبيقول استرهام انه لازم ياخد اجازة مرضية فبيقول له بسترهام انه يتكلم مع ولكن الريكسون بيقول له انت القضية تسحبت منك وبقت تحت مسئوليتي خد اجازتك وارتاح وبعدها بناكتشف ان هوفمان بدأ اللعبة جديدة بما دموعة جديدة من الضحار تحدي الاول لهم كان كلهم مربوطين من رابطهم بحبل واحد حبل ده كان بيتشد على منشار وراهم نفس الوقت الغرفة كان فيها قنبلها وليها توقيت ولازم انهم يجيوا مفتاح من قدامهم قبل ما تنفجر وقبل ما الحبل يشدهم والمنشار يقطع راسهم والسوق في التسجيل بيقول لهم جربوا تشتغلوا السوا بدل ما كل واحد يحاول ينقذ نفسه لكن ما حدش بيسمع الكلام طبعا وكله بيجري عشان يجيب مفتاحه وبيعود يشدوا في بعض وصعبوا موضوع على بعض اكتر واكتر كلهم بيعيشوا مع عدا واحدة منهم والمنشار بيقطع راسها في النهاية وبيبدأ استراهم تحقيق عن هوفمان لغم ان قال له خد اجازة وبيبحث في الملفات وبيكتشف ان هوفمان كان موجود في كل الاضايا بتاعت سو ان اول قضية اسمه تذكر فيها كانت قضية تموت واحد اسمه سيز وده سيز اللي شفناه في اول مشهد بعد التحقيق بيكتشف استراهم ان سيز ده يبقى هو اللي قتل اخت المحاياة هوفمان ولكنه خرج من السجن فكرر هوفمان ان يقتل بنفسه على صريقة سو ويلبس التهمة لسو وبكده اتاكد استراهم ان هوفمان هو مساعد سو وبيكتشف بعدها ازاي جون وهوفمان لتعرفه على بعض وده حصل بعدما هوفمان اتا السيز وخلت جريمة باسم سو فجون راح وخطف هوفمان وقال له انت باي حق تسرق اسمي عشان تقتل فهوفمان قال له هوم انت كمان بتقتل لكن جون رد عليه وقال له ان الضحايا بتوعي بيبقى الدمهم فرصة انهم يعيشوا وانهم يبدأوا حياتهم من جديد بشكل افضل ازا نجحوا في التحدي بعد كلام كتير بيقنع جون هوفمان بنشتغل معاه وبنكتشف ان في كل الالعاب اللي فاتت هوفمان كان بيساعد فيها بالسر وكمان ان كان موجود قبل امان ده اصلا وعبل ما جون يموت ادي هوفمان ملف في اسام الضحايا اللي موجودين في اللابة حاليه وطلب من هوفمان انه اختبره في الوقت الحاضر بيتسول هوفمان على اريكسون وبيقول له ان يشاكك ان في مساعد تاني لجون لسعاش وبيزرع الشك في دماغ اريكسون بان الشخص ده ممكن يكون زبط دلوقتي اكيد هتسأل نفسك طب ما هوفمان كده بيفضح نفسه لكن نكتشف قدام ان دي خطة زكية جدا جدا نرجع بعدها الليابة بتاعتنا وبيخشوا الضحايا للتحدي التاني واللي كان عبارة عن قنبلها تنفجر فيهم وكان عندهم في الحيطة اربع فتحات تحميهم من الانفجار لكن ثلاثة منهم بس هم اللي هيفتحهم ومفاتيح الفتحات متعلقة فوقهم في سنديق ازازي بيبدأ الضحايا يكسروا في السنديق عشان يلحقوا يجيبوا مفاتيح لان عددهم كان اربعة ده معناه ان واحد منهم هيموت بدأ يتخانوا ويتسرعوا لحدة لم يخشوا فتحات وبيفضل واحد منهم وبيموت مكنبلة واحشاؤوا بتبقى على الارض بعدها بيخشوا التحدي التالت واللي كان عبارة عن بانيو لازم واحد منهم يخشوا جواه ويتوصل بالكهرباء عشان ينقل شحنة كهربية تفتح لهم اللقفات بتاعت الباب واللي كانوا فضلين عبارة عن ولد وبنتين واحدة من بناد وبتطعن التانية وبترميها في البنيو وتضحي بيها عشان تفتح الباب وبيخشوا على التحدي الاخير واللي كانوا عبارة عن جهاز في منشار لازم يدخلوا اديهم لمنشار وينزفوا ويعبوا بطرمان بدمهم ولما البطرمان ده يتملي الباب هيفتح لهم وبيكتشفوا في الجهاز خمس فتحات بعرفوا انهم كانوا يقدروا يعيشوا كلهم لو يتعاونوا سوا ومفروغ كل ده حدي يحلوه مع بعض لكنهم ما سمواش كلام سوا وقتلوا في بعض عشان يعيشوا واخيرا الوضو بنت الفضلين بيدخلوا ديهم في الجهاز وبطرمان بيت ميلي والباب بيفتح بس بعد اما الاتنين اديهم من اسم اتنصين وخسروا تقريبا نص دمهم وبنرجع بعدها الهوفمان اللي بيسرع تليفون استراهم وبيحطه عند المغبأ اللي فيه اللعبة قدام شاشات المراب بعدها بيخرج وبيطلق على بيته بنرجع لمحاقق ايريكسن ولي بدأ يشك في استراهم انه هو اللي مكمل شغل سوا فبتعقب موقع الفون بتاعه وبيلاقيه فعلا عند لعبة الموت اللي كان عاملها هوفمان وبتشوف الضحايا وبيتسع على اسم الشرطة وبيطلب منهم انهم يعملوا بلاغة على محاقق استراهم وانه هو الشريك السوا الحقيقي مش هوفمان بعدها بنرجع على هوفمان اللي وصل لبيته وكان استراهم ماشي وراه وبيخش استراهم لغرفة بيلاقي فيها صندوق ازاز ورسالة من سو وكان بيقول فيها استراهم حسن لك تخش جوه الصندوق ودستحمل قلم بسيط وتعيش لكن استراهم ما بيخشش الصندوق وبيستنى هوفمان ييجي وفعلا بيهجم عليه وستراهم بيحبس هوفمان جوه الصندوق الازاز لكن اكتشف ان باب القوضة بيتقفل صندوق الازاز بينزق جوه الارض وستراهم بيبصوا لهوفمان وبيقول له انا قلتلك تستحمل شوية قلم وتعيش افضل من انك تموت وبنتفاجه بان عطان الاودة بتتحرك وبتتقفل على المحقق استراهم وبتحطم جوهسته وبيموت استراهم بعد اما هوفمان لبسوا التهمة وبعت كل الشكوك عن نفسه وفاد العيش عشان يكمل المسيرة بتاع الجن سفاحل جيكسو بتبدأ احداث الجزء السادس بيلعب عنيفة قوي لما بتصحك ريس وصاحبها ايدي وكل واحد منهم محبوس في قفص وعلى رأسهم جهاز في مسامير بتختارك دماغهم والسوا بيقول لهم انه قدامهم ميزان اللي هيقطع من لحمه وزن اكبر خلال دقيقة هو اللي هينجو يعيش والتاني المسامير هتختارك دماغه ويموت وبيبدأ ايدي يقطع من لحمه بسرعة وبسهولة خصوصا ان ايدي كان مليان شوية فكان بيقطع من كرشه عادي لكن كريس بدأت تقطع في ايديها في مشهد مرعب جدا وفي نهاية الدقيقة بتحط كريس ايديها على الميزان وبكون ناحيتها من الميزان اتقل من ناحية ايدي اللي المسامير بتختارك دماغه وبتقتله وبعدها متعرف على ويليام وده كان مدير شركة تأمين طبية وبنفتشف ان ويليام بيتحايل في شغله وبيدور على ثغرات في العقود عشان ما يديش التأمينات اصحابها وعنده فريق كامل مكاوم من 6 اشخاص شغلانتهم انهم يدوروا على ثغرات عشان ويليام يستغل لها ويحرم الناس من حقوقها وبيخش الويليام واحد اسمه مايك بيطلب منه فلوس التأمين عشان عنده ورم خبيس ومحتاجة تعالي لكن ويليام بيقول له انه بسبب انك عملت عملية اجرى حية في الفاجة من سنتين كده انت خرجت عن الشروط اللي في العقل مراكش حق تاخد التأمين فمايك بيقول له ويليام حرم عليك انت كده بتقتلني لكن ويليام بتجهله لانه متعود على ده في شغله وكل يوم بيتسبب في موت العشرات من الناس وقلبه بقاش فيه اي رحمة وبنرجع مرة تانية لمحايا ووفمان واللي بقى السوق الجديد بعدما قتل لمحايا سترام في الجزء اللي فات وضم جثته ومحدش قدر يوصل لسترام بعدما ثبته عليه تهمة انه هو مساعد سوق وفضل جثت سترام ايده اللي بيستخدمها ووفمان علشان يحط بيها بصمات سترام في كل مواقع الجرام الجديدة واللي كان اخرها جثت ايدي اللي كان بيقطع في كرشكو ويروح ووفمان عمل نفسه محاققة في القضية مع انه هو اللي عاملها اصلا وبيتفاجئ هوفمان بان المحاققة بيريز شركة سترام لسه عايشة ما ماتتش وبيكتشف ان قال انها ماتت عشان يحميها بعدما عرفوا ان سترام هو مساعد سوق فهي رجعت دلوقتي عشان تساعدهم في البحث عنه وبنشوف بعدها جل مرات جون واللي جون سب لها صندوق وهي استعمده في الجزء اللي فات وبيكتشف ان جوا الصندوق ده في ست ملفات لست اشخاص جون عاوز يختبره وكمان كان موجود مظروف جون بيطلب من جيل منها تسلمه والعادة الدكتور جوردن اللي قطع رجله في الجزء الاول لو فاكرين اما بالنسبة لبقية الملفات فجيل بتخلي معاها الملف رقم 6 وبتدي الخمسة البقين لهوفمان عشان يبدأ في اختبار الناس دي وبيرجع هوفمان لريكسون وبيكتشف انهم شغالين على القضية وبيقولوا ان العلامة بتاعت سوه على الضحايا مختلفة فهوفمان بيقول لهم طبيعي الضحايا الاديمة كان اللي بيقتلها جون الضحايا الجديدة اللي بيقتلها ان وعلامت ستراهم مختلفة عن علامة جون سهلا فيريكسون بيقول له كلامك صحيح بس في واحدة من الضحايا الاديمة قوي اللي اتهمنا فيها جون عليها علامة جديدة مش قديمة فبيسأله موفمن مين الضحايا دي فبيقولوا واحد اسمه الخس blur الرجل اللي قتل اختك كمان بيقول له ان جبنا تسجيل الصوت بتاع سو للضحايا دي وبنحل الصوت دلوقتي عشان نشوف نفس صوت جون ولا صوت ستراهم ولا شخص التالت احنا منعرفوش. وكانوا كأنهم بينلمحوا الهوفمان انهم شكين فيه. بنرجع بعدها لويليام في مكتبه ولما يوجم عليه هو بيقتفو عشان هو كان واحد من الناس الاسمين في الظروف دي. بسبب ان ويليام رفض يدي جون فلوس التأمين بتاعه لما جون اكتشف ان عنده سرطان. بيخش ويليام التحدي الاول وبيلقى نفسه مربوط على جهاز. وموجود في دي اسورتين وفرج ليه اسورتين تانيين. والسو بيقول له انك لازم تكتاز اربع تحديات عشان تفوق الاربع اساوي. معاك ساعة واحدة تخلص فيها الاربع تحديات قبل ما تنفجر الاساوي دي واتموتك ونخلص منك كتاك الارف. وبيكون التحدي الاول هو مرة عن جهاز بيضغط على جسم ويليام من يمين والشمال. وعشان الجهاز ما يعصرهوش لازم ما يتنفس. وكان موجود قصاده في التحدي راجل عجوز عنده مرض في القلب. ومع ذلك بيهدر حياته صحته وبيدخل عشان كده السوء جابه هنا. عشان لو عايش يدي لنفسه فرصة تانية ويعرف قيمة حياته. واللي هيعيش فيهم هو اللي هيقدر يحبس نفسه لمدة اطول. فعلا ويليام بيقدر يحبس نفسه ويستحمل بينما الراجل العجوز. فالجهاز بيضغط عليه وبيقتله. وبيخرج ويليام وبلاقي اول مفتاح لاول اسورة من ايده. وبكده فاضله التلات التحديات. وبعنا نتعرف على صحفية اسمها باميلا. كانت بتحقق فاضية سوء. وراحت لجيل مرات جون وطلبت منها تكلمها اكتر عن جون. لكن جيل بترفض وبتقفل بفوشها. اسنا ما الصحفية دي كانت ماشية هوفمان بيوجم عليها وبيخطفها برضو. فمن انتهي بعدها لهوفمان اللي كان بيفتكر واحدة من العاب اللي بيصممها هو وجون واماندا في الماضي. وبيفتكر كلام اماندا ليه واللي سألته هو سو اختبرك ولا لسه. واوفمان قال لها انا مش محتاج اختباط. انا بحافظ على حياتي. مش زيك. فاماندا بتقوله لازم سوء هيختبرك في يوم الايام. وكمان انا هفضل مفضل عندي سوء. مش انت. نرجع على وليام ولجو يدخل على التحدي التاني. في التحدي ده قدامه انه يختار بين السكرتيرا بتاعته اللي عندها ربعين سنة. وعندها مرض السكر. وعندها عيلة معتمدة عليها. وموظف عنده في المكتب لسه شباب وما عندهش امراض. لكن ما عندهش عيلة كمان. وسهو بيخير وليام ما بين الاتنين. وليام بيخالف المنطق بتاعه وبيختار ان السكرتيرا تعيش. وبيضحى بالموظف الشاب عشان عيلة السكرتيرا لمعتمدة عليها. وبعدها بيدخل وليام التحدي التالي عشان رأي المحامية بتاعته موجودة في متاهة فيها نار ودرجة حوارتها عالية جدا. وبيساعدها وليام انها تتخطى المتاهة قبل ما الجهاز اللي هي لابسها يقتلها. وفعلا بتخرج. ولكنها بتلاقيش مفتاح الجهاز. بس بتلاقي سرعة وليام بتوضح ان المفتاح موجود جوة بطن وليام. فوليام بيقول لها استنى اطلع لك المفتاح. ولكن المحامية ما بتصبرش وبتمسك منتشار عشان تفتح بطن وليام. وتخرك المفتاح. ولكنها بتلحقش. وويليام بيهرب والجهاز بيقتلها. وبيخش وليام عن الاختبار الاخير. واللي بيلاقي فيه الست موظفين متوعه. اللي كانوا بيطلعوا له الثغرات في العقود بتاعت الناس عشان وليام بيحرمهم بالتأمين. وبيكونوا مربطين ومتصوب عليهم بندقية. وويليام عنده فرصة ينقذ اتنين منهم بس. فبدأوا كلهم يستغيثوا بويليام عشان ينقذوا. ولو عالفين بيقول له انا عندي عيال وابويا وامي ومش عارف ايه. او انا الاقوى وانت بتختار الاقوى ولا صحيته احسر. في النهاية بيقرر وليام ينقذ بنتين بس منهم. واما البقية بيموتوا قدامه او بيكونش عنده قدرة انه وساعدهم. وبيسيب اللابة شغالة مع وليام وبيروح عشان يتابع تقدم وبيريز في التحقيق. وبيقابلهم في المعمل اللي هيحللوا فيه صوت التسجيل بتاع سوء. في نفس الوقت بيريز واريكسون بيقولوا لهوفمان ان بصمات بصمات مزروعة لان فيها مواد كيميائية غريبة. غالبا ميت. والصوت بتاع التسجيل بيشتغل في نفس اللحظة. وبيكون صوت هوفمان. فهنا بيتأكدوا ان هوفمان هو سو. فهوفمان في ثانية بيتحاول للسوبرمان وبيقتل اريكسون وبيريز. والموظفة اللي كانت بتحالل الصوت بتاع التسجيل. وبيجيب ايد سترام وبيحط بصماته في المكان. وبيدلو بنزين في المكان كله وبيولع فيه وبيرجع للمغبأ بتاع اللعبة. بنرجع لويليام اللي بيخلص الاربع تحديات عشان يطلع ويلاقي افصين واحد جوا اخته واللي هي الصحفية اللي خطفها وفي الافص التاني موجود ام وابنها ودول عيلة مايك اللي مرضيش يديلو التأمين في اول الفيلم. كان سبب في موتو. سو بيدي الاختيار لعيلة مايك انها تقتل ولا لا. وبيكرر ابن مايك انه يقتله. وبيشغل الجهاز بيحقن الحمض في جسم ويليام عشان جسمه يتحلل قدام اخته باميلا ويمون. وبنرجع لوفمان اللي بيخش لغرفة المراقبة ولكن بيلاقي جيل مستنية وبتكتشف ان الظرف السادس كان في اسم ونجون طلب من جيل انها تختبر هوفمان. وبيخش وبيقعد الكرسي عشان جيل تكهربه. بعدها بتحط جهاز على راسه. وده كان نفس الجهاز اللي جون استخدمه مع عماندة. وبتمشي وبتسيبه. وبيكون قدام دقيقة عشان ينقذ نفسه. وبيبدأ يكسر في ايده عشان يفك نفسه. وبعدها بيحاول يخلع الجهاز ولكنه ما بيلحقش. فبيدخل راسه بحديد الشباك وده بيمنع الجهاز من انه يفتح للاخر ويشق راس هوفمان. ولكنه بيفتح جزئيا وبعد ما بيخرج منه هوفمان بيكون وشه تشوه وفك وتخلع بس قدر انه ينجح في اختبار سو. بعدها بكمل الجزء السابع من سلسلة سو السلسلة اللي طولت اوي اوي دي صراحة. بمشهب من الماضي من الجزء الاول. فاكرين دكتور لورنس جوردن اللي قطع رجل في نهاية الجزء الاول. احنا بنرجع للمشهد ده وبنشوف هو عمل ايه بعد ما قطع رجله. وبنكتشف انه بعد ما خرج لقى قدامه مصورة بتمشي فيها مية سخنة جدا. فدكتور لورنس بيحط رجل المقطوع على المصورة عشان يكوي الجرح وما ينزفش ويموت. بعدها بنرجع للحاضر وبنشوف فخ جديد لهوفمان اللي بيكمل رسالة جون وهو سو الحالي. واللعبة او الفخ كان فيها براد ورايان وصحبتهم دينا. ايوا صحبتهم هما الاتنين. لانها كانت بتخون براد مع راين. وبتخون راين مع براد. مدوراها يعني. واللعبة كانت عبارة عن منشار ما بين براد ورايان ولية زوقوا فيهم على بتاني يكسب وينقز دينا. او يقدروا انهم يضحوا بدينا ويخلوا المنشار يطلع ويقتلها هي. فبدأ اللعبة وراد ورايان يزوقوا المنشار على بعض. ولمنا براد كان هو لكاسبان وزق المنشار على راين وكان هيقتله. دينا كانوا بتشجعوا وبتقولوا يلا يالله فابراد وراين بصوا البعض وكرروا انهم ما يضحوش بنفسهم عشان الخينة دي وبيرفعوا المنشار في اتجاه دينا وبيقتلوها وبيعيشوا هما الاتنين وبالمناسبة الفاخ ده هوفمان كان عاملو في مكان عام قدام الناس كلها وبقال بجامد وده معناه ان هوفمان خلاص الشرطة ما بقتش فرقة معاه بعدما اكتشفوا سره في الجزء اللي فات بعدها بنرجع للماضي مع جيل المرات جون اللي حاولت تقتل هوفمان عشان ده اللي كان مكتوب في قصية جون ولكنها فشلت بعدما هوفمان قدر يهرب من الفخ الحديد بتاع الفك وبعدما ده حصل بنشوف جيل وهي بتهرب وتستخبف المكان اللي كانوا فيه ووفمان بيخيط وشه مكان ما الفخ عوره وبيمشي من المكان وبعدها بنشوف جيل بتروح لمحاية جديد اسمه جيسون وبتعترفه ان هوفمان هو المكامل للعبة جون وهو السوق الجديد وبتطلب منه انه يحميها من هوفمان لانه عاوز يقتلها وبعد كده بنرجع لهوفمان تاني اللي كان قاب يحضر للحبة جديدة ومعه صور الضحايا ومضمن الصور دي واحد اسمه بوبي وبنتقل لبوبي ده بسرعة وبنكتشف انه احد الناجيين من اللعب سو قبل كده وانه بقى كاتب مشهور وبيعمل مقابلات تلفزيونية بيحكي قصة ناجاتو وبنشوفه مقابلة بيقول انه اضطر يحط خطفين حديد في صدره عشان يقدر يغلب اللعبة ويعيش وبعد المقابلة بتخلص بنشوف مديرة اعماله اثنينة ومراته جوس وكلهم كانوا فخرين بيه بسبب انه قدر يكمل بعد اللعبة وبقى شخص يناجح وبنرجع تاني الجل واللي بنشوفها خارجا بمركز الشرطة ولكن ريها ماشية بيتلاقي العجلة بتاع تسو وتتخض ولكنها بترحقش تجري وبيهاجمها حد من وره وبيخضرها وبتصحة تلاقي نفسها متعلق قدام اطر لكن اللعبة او الفاخ ده مكانش ليه مهرب واللي اطر بيعدي عليها وبيرطاعها من الصين لكن بيكتشف ان ده كابوس وجيل كانب بتحرم وده بيبين قد ايه جيل مرعوبة من هوفمن وبعدها من تيل اللعبة جديدة ودي هوفمن كان عملها عشان يلخم الشرطة بيها لكن ده ما كانتش اللعبة الاساسية اللي هيكون فيها بوبي واللعبة دي كان فيها ايفان اللي كان راكب جواه عربية وظهره متلزق بالكرسي الطالة العربية والمفروض ان يقوم على الكرسي في خلال تلاتين سانية عشان يوقف اللعبة وينقذ نفسه وينقذ اللي معاه وبيحاول ايفان فعلا ان يقوم لكن انا بنشوف جلده بيتقطع مع اللزق بتاع الكرسي وللاسف ايفان ما بيلحاش يقوم في الوقت المناسب وبتبدأ العربية تتحرك وعجلة العربية بتنزع على راس كارا اللي كانت متربطة تحت وتنهي حياتها بعدها بتشدي ايدين ورجلين دين اللي كانوا متربطين بسلاسة في العربية وبتنتهي حياته هو كمان بعدها بتغبط العربية في جيك وبتقتره واخيرا ولايس اخيرا بعدما عربية بتخرج من الجراش وبتغبط في عربية تانية ايفان بيطير منها وبيموت هو كمان وبعد اللعبة دي بينشوف قطة هوفمان فعلا بتنجح والشرطة بتيجي وامهم المحاقق جيسون والظابط روجرز وبيتلاغموا في اللعبة دي وبيبدأوا التحقيقات والمحاقق جيسون بيشوف رسالة سايبها ليه هوفمان وبعد كده بينتقل اجتماع مع مول ضحايا السوق وبيكون موجود في الاجتماع ده ناس كتير قدروا انهم يهربوا من اللعب سو قبل كده ناس من الجزء الخامس والسادس وكلهم قاعدين بيتكلموا ان سو دمر حياتهم وان حياتهم بقت صعبة من بعدها اثناء كلامهم بيظهر شخص يعتفضل الموارا وهو دكتور لورنس ضحية الجزء الاول وبنكتشف انه مازال عايش وبيقول للناس كلهم ان تجربة سو ساعدتهم يغيروا حياتهم للافضل وبعدها بنشوف بوبي الراجل اللي كسب شهرة وفلوس وبقى يطلع في التلفزيون كل ده بسعب انه كان ضحية لسو بنشوفه هو رايح يركب عربيته ولكن في حد بيهجم عليه وبيصح عشان يلاقي نفسه جوه قفص وهوبا بيشتغل تسجيل لسو بيقول فيه ان انت يا بوبي كذبت عن الناس ومثلت عليهم منك لعبت لعبة الموت ونجيت منها لكن انت في الحقيقة ما عدتش بالتجربة دي وكتبتك كذبة دي عشان تشهر وتكسب فلوس بس انا هنخليك تعيش التجربة بجد دلوقتي اولا لازم تخرج من القفص ده وبعدها تروح وتنقذ مراتك ومديرة اعمالك والمحامية بتاحتك كمان وصاحبك كل من الموت اللي هيقابلهم كمان شوية خلينا نشوف الحقيقة هتقدر تنجو من لعبة الموت ولا لا يلا نلعب وبيبدأ التحدي الاول والقفص اللي فيه بوبي بيترفع وبيظهر تحته شوك وبوبي بيقدر انه يفتح القفص من تحت من غير ما يقع بعدها بيتمرجح وبيرمي نفسه بعيد عن الشوك بعدها بنرجع لجيل اللي كانت مع المحاقة جيسون في المغبة اللي هما فيه عشان يحموها من هوفمان وبيكتشف جيسون ان جيل حاولت تقتل هوفمان بالفعل باستخدام الفك الحديدي لكنها فشلت فجيسون بيقول لها انت مجنونة اسلام هما بيتكلموا بتوصل مساعدة جيسون وبتقول له هوفمان بعث لنا تسجيل وجيسون بيشغل التسجيل وبيسمع كلام هوفمان وكان بيقول له سللني جيل وفي المقابل هوقف اللي عبالي شغالي للوقتي وما حدش هيموت بس كلنا عارفين طبعا ان الشرطة مستحيل انها تعمل كده وبنرجع لبوبي اللي داخل التحدي الاول مع مديرة اعماله نينا واللي كان مع وجود حاولين رقابتها اطبان حديدية وهتخترق رقابتها وكان فيه مفتاح جوه بطنها فعلى بوبي انه يخرج المفتاح قبل من اطبان تخترق رقابته لكن نينا بيكون متوترة وتبقاش هدية وبوبي بيفشل وبتموت نينا بعدها بنخش على المحامية بتاع بوبي واللي كان فيه برضو اطبان حديد هتخترق عنها ودمغها وعشان بوبي انقذها لازم يرفع البار الحديدي وفي نفس الوقت يستحمل السكنتين اللي هيقشه جوه جنابه لمدة دقيقة وبوبي بيحاول وفعلا بيستحمل شوية ولكنه بيستسلم للألم وبينزل البار والمحامية كمان بتموت بنرجع لمحاية جيسون اللي بيوصله تسجيل تاني من هوفمن تسجيل كان بيقوله في لغز غريب كده عم مكان اللعبة وجيسون بيفهم اللغز وبيعرف المكان وبياخد بعضه وبيتحرك عليه وبيخش بوبي على اللابة التالتة اللي كان فيها صاحبه كيل واللي كان قدامه الوحشة بها متعلقة لازم يعد عليها وهو مغمض ويوصل لبوبي في الناحة التانية عشان ياخد المفتاح ويفك الفخ في الوقت المناسب ولكن كيل بيفشل والوقت بيقرأ بيخلص فبوبي يرميل المفتاح وكيل بيوقعه والوقت بيخلص وكيل بيتشد من دماغه وبيتشيني قدام صاحبه بوبي وبنرجع لمحاية جيسون اللي بيقدر يوصل للمغبة بتاع هوفمان وبيخش عشان يلاقي حد لابس قناع وقاعد قدام الشاشات ولكن لما بيقرب منه بيكتشفوا انها جسد دان اللي كان موجود في اللعبة اللي عملها هوفمان كتموية وكمان بيكتشف ان هوفمان عمل الليبة دي واسنان ما هم بيلموا الجسس هو بدل نفسه مكان جسد دان ودخل في الكيس اللي بيشيلوا فيه الجسس وفي اللاحظة دي وبعد انما جيسون استوعب كل حاجة فيه رشاش بيفتح عليهم نار وبيقتي الجيسون والزابط اللي معاه وبعدها بنرجع لمشرحة اللي المفروض راح يتليها جسد دان لكن الدكتور بيفتح الكيس وبيلاقي هوفمان قدامه وبكده هوفمان عمل اللي هو عايزه وقدر يخش جوه اسم الشرطة عشان يمسك جل وبيبدأ هوفمان يقتل الدكتور واي حد يقابله بعدها بيقتل مساعدة بتاعت المحاية جيسون ولكنه بيمسك الشامل وراء الباب بتاع الغرفة الامنة اللي مخبين فيها جل عشان يفتحوله وبعد ما بيفتح الباب بيقتل الزابط روجرز وصاحب جيسون وبيهاجم على جل ولكنها بتطعانه في رقابته بس هوفمان ما بيموتش وبتحاول تهرب جل لكن كل الباب بتبقى مقفولة وووفمان بيمسكها وبيربطها على الكرسي وبيجيب نفس الفخ الحديدي اللي جيل استخدمته عشان تقتل هوفمان في الجزء اللي فات بس المرة دي جل ما بتقداش تهرب زي ما هوفمان عمل والفخ بتاع الفاك الحديدي بيشتغل لأول مرة من ساقب بداية السلسلة بتاعت سو دي أول مرة بنشوفه بيشتغل فيها وبيقسم جونجوم الجيل للصين وبيقتلها وفي النهاية هو فيما بيقوله الكلمة الشهيرة جيم أوفر انتهت اللعبة وبيخرج وبعدها بنرجع لبوبي اللي دخر على التحدي الأخير وبيعرف من التسجيل انه نازم يخلع درسيه اللي اتنين عشان يجيب الكود السري اللي مكتوب عليهم ويخش الغرفة الأخيرة عشان ينقذ مراته جوس وفعلا ده اللي بيعمله وبيتعذب عشان يخلع دروسه لكنه في النهاية بينجح وبيخش المراته وبيتصدم لان سو بيقوله لازم تمسك الخطفين الحديد دول وترشاهم في صدرك عشان تقدر تطلع وتوصل الكبل وتنقذ مراتك من انها تطبخ وهي صاحية وبوبي كان منهار ومرعوب وبيعترف لمراته جوس انه كان بيجدب عليها ده كله بعدها بيحطوا الخطفين في صدره وبيبدأ يرفع نفسه وخلاص كان يوصل لهم ولكن عضلات صدره بتتفرتك وبيقعوا بميت على الأرض ومراته بيقف على الفرن الحديدي وبتطبخ وهي جواه في واحدة من أبشع الموتات اللي في السلسلة وبعدها بنشوف هوفمن اللي بعد ما خلص اللعبة راح للمغبة بتاعه وولع فيه وجهز كل حاجة عشان يهرب خلاص لكنه هو الخارج بيقوم عليه ثلاث أشخاص لابسين قناع الخنزير واحد منهم مشال القناع وبنكتشف ان الشخص ده هو دكتور لورنس جوردين الضحية الأولى للسو وبنكتشف ان دكتور لورنس بعد ما هرب من اللعبة في الجزء الأول جون ساعده وعليق له رجله في المقابل لورنس اشتغل مع جون في كل اللعب بحيث هو اللي كان بيعمل كل عمليات الجراحية للضحايا زي انه يخبر مفتاح جوا عنهم والرغدة كله المهم بعد ما لورنس ضرب هوفمن شان له وداي المكان احنا عارفينه وحافظونا كويس الحمام اللي كان في الجزء الأول وبنشوف لورنس بيربط هوفمن بسلسلة نفس الرابطة اللي اطربتها لورنس في الجزء الأول بعدها بيمسك المنشارل على الأرض وبيرمي بايدها عن هوفمن وبيخرج من الحمام وبيقفل بابا على هوفمن ولكن قبل ما يقفله بيقول له هوفمن انتهت اللعبة يا حبيبي بيبدأ الفيلم ونشوف الشرطة بتطارد رجل اسمه ادجار واللي بيخش مسنع مهجور وبيروح لمكان بيلاقي فيه ريموت كنترول وبيمسك الريموت وبيهرب ع السطح لكن الشرطة بتحصره وبتوقفه وبيكلم محاقه وبيقول له يرمي الريموت لكن ادجار بيقول له انه لو عمل كده هيموت وبيضغط على زرار الريموت فالمحاقه بيقول له الضابط اضربه نارة ع الريموت بس لكن ما تقتلوش ادجار وفعلا بيعمله ده وبيفجروا ايد ادجار والريموت لكن بناكتشف ان ادجار اتضرب في جنبه فالمحاقه هالورون بيتعصب وبينتقل للمستشفى نكتشف ان اللحظة اللي ادجار ضغط عليها على الريموت في تايمر بدأ للعبة الجديدة من لعب سو واللعبة كان فيها خمس اشخاص انا وكارلا وميتش وران وشخص خامس مجهول منعرف شوا مين والاشخاص الخامسة كان محطط على رأسهم جردل ومربطين بسلاسل وبتشتغل رسالة من سو بيت قال فيها انهم لازم يقدموا تطحية بالدم عشان يعيشوا وبيكون قصادهم في الناحية التانية مناشير في الحيطة وبتبدأ المناشير تشتغل والسلاسل بتشدهم ناحيتها وكله بيصرخ ومش فاهم يعمل ايه بس انا بتستوعب الرسالة بتاعت سو وبتقرب ايديها من المنشار بتعور نفسها تعويرة بسيطة وبتضح بشوية دم والقفل بيفك فعلا وبتقول البقية يعملوا كده وميتش وراين بينجحوا لكن كارلا بتكون خايفة والمنشار بيجراحة في ظهرها وبتخسر كمية دم كبيرة لكن القفل بيفك في النهاية وبتعيش لكن الشخص اللي خامس المجهول ما كانش لسه فا وكان مغمى عليه وتشد ناحية المنشار وغالبا مات وبعد كده بننتل المحاقق إذا راح يزور اتجار في المستشفى والدكتور بيقول لهم ان اتجار في غيبوبة ومش هيفوق دلوقتي بعدها بشوية وفي مكان عام الناس بتكتشف جثة متعلقة على راسها جردن فالشرطة طبعا بتاخد الجثة دي وبتودها لمحاقق والمحاقق بيحضر تشريح الجثة مع الدكتورة والدكتورة بيكتشفوا علامة سو على رقبة الجثة وتحت العلامة بيلاقوا فلاشة وبيشغلوه بيسمعوا صوت جون كريمر اللي المفروض مات من عشر سنين وفي الرسالة بتاعت جون بيعرفوا ان ده واحد من خمسة ولسه فيه اربع اشخاص في لعبة من لعب سو وبيتعذبوا دلوقتي بنرجع للضحايا بتاعنا اللي بيخشوا الغرفة التانية ولسه مربطين بالسلاسل وبتيجي عليهم دمية سو وبتكون مسكة ورقة مكتوب عليها اعترفوا وبتبدأ السلاسل تشدهم فانا بتقول لهم اعترفوا باي حاجة فميتش بيقول انه في مرة بعملت سيكل الواحد وبعد عشر دايق عمل بيه حادثة ومات وانا قالت انها السبب في موت ابنها وان عادتها تضمرت والسلاسل كانت لسه بتشد فيهم فميتش بيأخب باله ان فيه تسجيل مع الدمية وبيشدوا وبشغلوا فالسلاسل بتقف والتسجيل بيقول ان فيه واحدة منهم كانت بتسرق شنا وفي مرة ساعت الشنطة بتاعت واحدة عندها رابو وقات لها نوبة رابو وما كانش معاها الدول في الشنطة وبسبب الحرامية اللي سارعت الشنطة الست ماتت لانها ما خدتش الدول وانا حقنت الحرامية بسم ودلوقتي قدامكم تلت ابر واحدة فيها محلول عادي واحدة فيها حمد قاتل واحدة فيها علاج للسم ولازم لازم لازم تحقنوا حرامية بواحدة منهم وإلا هتتشنقوا كلكم وبتبدأ السلاسل فعلا انها تشدوا من فوق فبتعترف كارلا على طول انها حرامية ولكنها بتحتار انها تختار اي ابر الحقا كان عليها ارقام فبتاخد بالها ان في واحدة من الابر كان عليها رقم تلاتة بوينت خمسة تلاتة وبتفتكر كارلا ان دا المبلغ اللي كان في الشنطة ولكنها بتتردد تاخد الحقنة فبيكارلا رايان انه مش هيموت عشان حرامية وبيمسك التلات ابر وبيحقنهم فرق بالكارلا وبتموت كارلا بعد اما الحمض بيسيح وشها لكن السلاسل بتقف وبيستخدموا ارقام اللي كانت على بقية الحون عشان يفتحوا الباب وبيخشوا الغرفة التالتة وبعدها اللوجان والمحاقق هالورين بيكتشفوا جسة جديدة في الشارع لبنته والشها سيح بسبب الحمض ولوجل وإل بيشراحوا الجسة وفي نفس الوقت المحاقق هالورين كان بيكلم مع صاحبه المحاقق كيث وبيقوله انه شاكك في دكتور ال انها هي ممكن تكون العاملة كل ده لانه تتكلم بحماس عن الجسس وعن جون كريمر ولا كأنها معجبة بسوء وهي اللي بتحاول تقلده وبنرجع على الضحايا اللي بيخشوا الغرفة التالتة ورجل رايان بتقع في شوية اسلاك معدني الاسلاك بتقصر رجله وانا وميتش بيستكشفوا المكان وبيخشوا غرفة تانية صغيرة وبيشغلوا تسجيل وبابل غرفة الصغيرة بيقفل عليهم وفي رامل بيبدأ يعب الغرفة ويملاها والتسجيل بيقول ان رايان لازم يشغل الجهاز اللي هيقطع رجله بس هيحرره وينقذ انا وميتش وراين بيكون متردد جدا لكن فيه اشياء حدة بتبدأ طوع على انا وميتش وبيصرخوا من الرعب فراين بيضحي برجله وبتطقطع في مقابل انه بينقذ ميتش وانا وبيخش على الغرفة الرابعة وبنرجع للدكتور لوجان وقيل اللي بيروحوا البيت قيل وقيل بتفرج لوجان على المغبأ بتاعها واللي كان فيه لعب كتير للسوق وبنكتشف انقيل معجبة بسوق وبتصمم وبتجمع اللعب بتاعته لكنها بريئة ومش مسؤولة عن كل اللي بيحصل بس كس كان مرقبهم من بعيد وبيصور كل ده وبيفتكر انقيل ولوجان مشتركين سوا في اللعبة وبنجع الغرفة الرابعة واللي بنشوف فيها ان الميتش يتعلق من السلسلة وتحط في جهاز عامل زي الخلاط ومليان شفارات الشفارات دي بتدور بعاجلة الموتسيكل ولازم ان يوصل للفرامب بتاعت الموتسيكل عشان يوقفه وده بسبب انه لما باع الموتسيكل للشاب كان عارف ان فرامب الموتسيكل بايزن وكدب عليه والشاب ميت بعدها في حدسة وبيبدأ ميتش ينزل في الخلاط وانا بيتحاول تساعده وبتحط حديدة في عاجلة الموتسيكل وبتوقفه ولكن الحديدة بتتكسر وميتش بيتعامل منه عصير طماطم وبيموت وبعد كده بنروح للمستشف بيرن عليه محاقق كيس وبيقوله انهم هيفتحوا القبر بتاع عشان يتأكدوا انه ميت ولا لأ بعد ما التابوت بيتفتح كيس بيلاقي جسد اتجار جوة التابوت احنا لازم نروح نفتش بيت ال ونقبض عليها وهي وفعلا بيعملوا ده وبيخشوا البيت بتاع ال اللي فيه اللعب لكن ما بيكونش في حد هناك وحالورين بيفتح دولاب وبيلاقي جواد ضحية التالتة والمفروض انها جسد ميتش اللي داخت الخلاط فكيس بيقول لحالورين انه هيروح يقبض على لوجان وبعد ما بيروح للوجان لوجان بيكلمه وبيقوله انت شاكك فيها انا وإيه ليه المفروض تبقى شاكك في صاحبك هالورين انت ما سألتش نفسك مين اللي ضرب اتجار في جنبه وكمان ما سألتش نفسك ازاي هالورين لقى الجسة وعارف مكانها في البيت بتاع ال فكيس بيقتنع وبياخد هو ولوجان جسد اتجار وبيخرجوا منها الرصاصة اللي كانت في جنبه بيرجع لوجان ليل ويل بتقول انها اكتشفت المكان اللي فيه اللعبة عن طريق انها حلت الجسس ولاقت عليها فضلات خنزير من مزرعة كانت بتملكها جيل فعلا بتروح لها ولوجان لكن هالورين بيكون مرقبهم وماشوا عراه والمكان بيكون مهاجور وضلمة وما فيش لعبة ولا حاجة وبيجم هالورين على لوجان ويل فلوجان بيقول ليل اهرابي وهو بيتعارك مع هالورين بس هالورين بيضرب لوجان على دماغه وبيجي حد من ورها لورين وبيخضروا وبناجي على اللعبة وبتفوق اينا وراين عشان يلاقوا جون كريمر سفاح الجيكس هو الاصلي داخل عليهم وبيخليهم يعترفوا بجرائمهم وان راين كان سبب في موت صاحبه في حادسة عربية وانا كانت سبب في موت ابنها بعدها بيقول لهم ان العنف مش الحل لكل حاجة ولا حتى الحل للمشكلتهم بالعكس مزيم هم فكرين وبيجيبوا اندقية وبيحطها قدامهم وبيخرج من غرفة وبيسيبوا مطربطين بسلاسل فانا بتجري على البندقية وكانت تضرب على راين وراين بيفتكر كلام جون وان كل حاجة بالعكس والرصاصة بدل ما تضرب على راين بترجع بالعكس في وش انا وبتقتلها بعدها بيشوف راين ان في مفاتيح للسلاسة جواء الرصاص انهم لو مزقوا البندقية فاكوا الرصاص كان ممكن يفتحوا الافال ويخرجوا لكن المفاتيحة ضمرت مع الرصاصة وانا ماتت وكمان راين هيموت في مكانه لانه معهوش مفتاح السلسلة وبيفور محاقي هالورين وبيلقى نفسه مربوب بجهاز حديد حاولين رقابته وقدامه لوغان مربوب بنفس الطريقة وبيشتغل تسجيل بيقول لهم ان الجهاز ده عبارة عن ليزر هيقطع راسكم للحطة صغيرة اذا ما اعترفتوش بالزنوب بتاعكم قدامكم ستين ثانية وقدامكم زرارين اللي هضغط على زراره الاول هو اللي هيبدأ ويعترف الاول وبيقرب هالورين على زراره ولكن بيضغط على الزرار بتاع لوجان الاول والليزر بيبدأ يقرب على راس لوجان فلوجان بيعترف بزنبه وانه زمان اوي بالغلط بدل الاشعة بتاع جون كريمر اللي كانت بتقول انه عنده سرطان بسبب الحركة دي جون اكتشف السرطان متاخر وما قادرش يتعالج وبعد ما بيعترف لوجان الليزر ما بيقفش وبيقطع رقابته وبيقع لوجان ميت على الارض وبيجي الدور على محاقق هالورين واللي بيعترف انه محاقق فاسد وانه بيهرب المجرمين وبيقبل منهم رشاوي وكانت سبب في موت الناس ابرياء كتير واللوزر بيقف وبيعيش المحاقق لكن فجأة بيقوم لوجان وبنكتشف انه اللوزر بتاعه ما كانش حقيقي وما قتلوش وبيقول لوجان للمحاقق ايوة ظهرت على حياتك يا محاقق هالورين بعدها بنعرف من لوجان ان اللعبة اللي بتتفرج عليها من بداية الفيلم حصلت في الماضي من 10 سنين اصلا يعني ميتش وانا وراين وكارلا ماتوا من 10 سنين ولوجان كان الراجل الخامس المجهول اللي معاهم وبنكتشف انه ماتش وجون انقاذه في اخر لحظة بعدما جون عرف ان غلطة لوجان في الاشاعة كانت غلطة غصبر عنه بعدها لوجان بقى واحد من تلميه جون وتعلم منه ان اللعب بتاعتهم دي بتساعد انهم ينتقمن الناس اللي ماتوا بدون زنب يعني بتخليهم يتكلموا باسم الموتى وياخدوا حقهم وبنكتشف هنا ان الجسس المحققين كانوا بيلاقوها دي الجسس للعبة جديدة لوجان عاملها ومقرر نفس اللعبة بتاعت جون من 10 سنين والضحايا بتوع اللعبة المرة دي هما مجرمين خرجوا من محققها لورين من قضايا قبل كده ومفروض كانوا يتحبسوا وبنعرف ان المجرم ايدجر اللي ظهر في بداية الفيلم المحقق هو اللي خرجه من قضايا في مقابل الرشوة لما مجرم ده خرج اتى المرات لوجان يعني المحقق سبف في موت مرات لوجان ولوجان بينتين منه دلوقتي وهو اللي خطط لكل حاجة هو كمان اللي بدل الرصاصة اللي في جسد ايدجر برصاصة من المتدس هالورين وبعدها بيشغل الليزر والمراض الليزر بيقطع راس هالورين طرنشاط ولوجان بيقول انه بيتكلم باسم الموتى هي دي رسالة السفاح الجيكسو الحقيقية رسالته هي العدالة للموتى بيبدأ الجزء التاسع مع زابة شرطة اسمه مارك بوزمن واللي كان بيتمشى في ماراجان شعبي في الشارع وبشوف قدامه حرام بيسرق شان تتبنت فمارك بيجري وراه وبينزي وراه للمترو وبدور عليه لكن فجع بيطلع من وراه واحد لابس قناع خنزير وبيخنوه بحاجة وبيغمع على مارك عشان يفوق ويلاء نفسه متربط على السكة بتاعت المترو ولسنه محطوط ما بين حددتين وفي تلفزيون على جنب السكة بيشتغل وبيظهر واحد لابس قناع خنزير وبيقول لي مارك انت استخدمت لسانك وشهدت تزور في المحكمة وعزيت ناس كتير ودلوقتي عشان تعيش لازم تقطع لسانك ده عشان تفضل عايش وتهرب من السكة دي وبيحاول مارك فعلا يقطع لسانه عشان يهرب من القطبن ولكنه ما بيلحقش والاطرب يغبطه وبيقطعوا الحدد بعد كان متعرف على زك واللي كان جزء من عصابة بتعمل عمليات سرقة ولكن في مرة وهما بيهربوا الشرطة بتهجم عليهم وبنكتشف ساعتها ان زك زابط اصلا وبيدخل متخفي وسط العصابات والمجرمين عشان يوقعهم ولكنه ما كانش بيتفع مع قسم الشرطة عشان كده الشرطة بواست التخفي بتاعه وهجموا عليهم وبنشوف زك بيتكلم مع رئيس القسم اللي بتقوله انه لازم يغير طريقته زك كان كله زباط بيكرهوه اصلا ده لان كان فيه واحد زميله اسمه بيت كان زابط اتى الشخص عن طريق العمد فزك رح واخد زميله الزابط ده وسلمه وبلغ عليه عشان كده كل الاسم ما بيحبوهش كمان ابو زك اللي هو ماركوس كان رئيس الاسم السابق المهم رئيس القسم بتقول لزك لازم تبطل الليلة بتاعك ده وترجع كمحاقق تاني وبتعرفه على الزابط ويليام وبتقوله انت تشتهلوا سوا اول قضية ليكو هي قضية قتل في المترو يلا روحوا وبيوصل زك ويليام للمكان بعد ما تعرفوا على بعضه وتصاحبوا في الطريق بعد ما بيوصلوا لموقع بيكتشفوا ان الجسة تفرتكت وبيعرفوش يحددوا هوية الضحية حتى وبعد ما زك بيرجع الاسم بيوصل له فلاشة زك بيشغل عشان يسمع رسالة من قاتل الجيج السوق الجديد واللي بيقول فيها انه هيخلص على كل الشرطيين الفزدين وبيروح زك للمكان اللي فيديو كان متصور فيه وبيلاقي علبة بيفتحها وبيلاقي جواها لسان الزابط مارك والشارة بتاعته بعدها بيروح زك وبيقابل ابوه ماركوس اللي كان متقاعد دلوقتي وبيقول لزك انه هيساعده يحل القضية بكرة وبعد كده بنشوف المحاقق واللي بيشوف تسجيله مهرجان وبيعرف حدد هوية الحرامي اللي الزابط مارك كان بيجري وراه فبيروح لواحده يدور على الحرامي ده وبيرضعش يعرف زك عشان بيكرهه برضو ولكنه بيوصل للمكان وفي شخص لابس قناع خنزيد بيهجم عليه وبرضو بيخدر عشان يصحى ولها نفسه الفخ وتاني يوم بيوصل لزك علبة تانية وبيكون فيها الشارة بتاعت المحاقق فشر وصوابه عيده الحشرة بيفتكر زك موقف حصله مع المحاقق فشر لما في مرة زك كان بيواجه شوية مجرمين فشر كان معاه ولكنه مرضيش يدخل ويساعد زك ده طبعا لان كل الاسم بيكره زك وبيفتكر ان ساعتها ابو ماركوس مسك فشر وهزقه بسبب التخازل بتاعه وبنرجع عشان نشوف ان فشر صحي ولقى نفسه موجود في حود مليان مية والمية عملت زين وفي سلك الكهرباء المية بتوصله ببطء عشان فشر انقذ نفسه لازم يقطع صوابه والعشرة عن طريق جهاز مربوط بحركة بقه بيبدأ فشر يعمل ده على عمل انه يفك نفسه لكن القلم بيبقى رهيب جدا وبيلحاش يكمل والمية بتوصل للسلك وبيبكهرب وبيموت برضو نرجع لزك وهليام اللي كانوا متشككين ومش عارفين القاتل ده ممكن يكون مين لكن اكيد هو قريب من الشرطة عشان هو عارف كل الاسرار وبيهاجم الزباط الفاسدين فزك بيشك في بيت الزباط الفاسد اللي زك سلمه زمان وتسجن هو حاليا خرج من السجن وشغال في مجموعة ارشادية المساجين اللي بيخرجوا من السجن وبيروح لزك بس بيكتشف انه كان موجود في مكان تاني وتم الجرائم القاتل حصلت وبيروح زك البيت وما بيلاقيه شابوه ولو كان مختفي بقاله شوية تاني يوم الصبح بيروح الاسم وبيوصل له صندوق جديد وبيفتحه بلاقي جلد بشري وبيحدد زك ان جلد ده بتاع زميلو ويليام ده لان عليه الواشم بتاع ويليام بيكون مع الصندوق رسالة بيقول فيها القاتل ان المرة الجاية هيقتل للراس الكبيرة وكمان بيعرفوا مكان الجسة بتاعت ويليام وفعلا زك بيروح للمكان اللي في الرسالة بس بيكتشف ان الجسة كانت مسلوخة وما لايش اي ملامح وبعدها بيروح زك عشان يبلغ عيلة ويليام بوفاته لجلنه هو في الطريق بيسمع على الراديو ان القاتل هاجم زابط شرطة بتاع المرور فزك بيروح للموقع بس بيكتشف ان الزابط ليس عايش وبيقول ان في حد بيقناع خنزير عورني في ايدي وجري وبيفكر زك للحظة وبيقول ان ده مش اسلوب القاتل وانه عمير الحركة دي عشان يلهينا وهو قال انه هيوجم على الرأس الكبيرة الرأس الكبيرة تبقى رئيسة الاسم وبيجري زك عشان يلحقها وفي الأسنان دي بنشوف رئيسة الاسم القاتل فعلا بيوجم عليها وبيخضرها تصحت لاي نفسها متربطها على السرير وفي تسجيل القاتل بيقول لها انت سامحت للفساد ينتشوف الاسم بتاعك وجيه وقت انك تتجازي بيكون في رأسها حود بيغلي فيه شامع لعبة بسيطة ياما انها تقطع الحبل الشوكي بتاعها عن طريق حديدة تحت رأبتها او الشامع هيدلدق عليها ويسكدها للأبد بص لعبة بسيطة خالص يعني وبتحاول انها تقطع حبلاي الشوكي لكنها ما بتقدرش من شدة القلم والوقت بيخلص والشامع بيدلدق علي وشها وبيقتلها وبيوصل لها زيك ولكنه بيكون وصل متأخر جدا بيكون زيك لسه شاكك في بيت وبيرجع علي بيته تاني ولكنه ما بيلاقهوش المرة دي وهو خارج بيوجم عليه حد من وراء وبيخضره بيصحى زيك عشان يلاقى نفسه مربوط بسلسلة وجنبه منشار وبيبدأ ينشر في السلسلة ولكنه بيفشل بس يلمح دبوس على الارض وبيحاول يشده بمنشاره ويستخدمه عشان يفك الاف في الاسناء دي ابو زيك ماركوس كان بيحقق في القضية زي ما وعد ابنه وبيوصل للمقار بتاع القاتل ولكن الاب ما يعمل اي حاجة بيهجم عليه وبيخضره برضه درجع علي زيك اللي بيخرج عشان يلاقى الزبط بيت متعلق وفي تسجيب بيشتغل وبيقول فيه لقاتل ان بيت شخص مش كويس قتل الناس ظلم وانت بنفسك يا زيك سلمت وبلغت عليه فهلا تستحمل الالم وتضحب نفسك عشان تتقزه ولا ترميله المفتاح وتسيبه وبيبدأ الجهاز يشتغل وكان بيطلع ازاز مكسر وبيرميه على بيت فالزيك ما بيرضاش يسيب بيت يموت وفعلا بيفكه وبيتعور بالازاز هو كمان ولكن قبل ما بيت يتفك كان الازاز خرم وشه وظهره وكان نزف كتير وبيموت بعدها بيخرج زيك وبيقابل صاحبه ويليام بيكتشف انه لسه عايش هنا ويليام بيقترفه بكل حاجة وان هو القاتل الحقيقي وان الجلد اللي جاله والجسة اللي لقاها مش بتوقعه لكنه اضطر يعمل كده عشان يبعد التهمة عن نفسه وان الجلد كان جلد الزابط او الضحية والجس اللي لقوها في المحل كان الجسة الحرامي المارك بيجري وراه واللي ويليام اضطر يقتله عشان يحافظ على السر وان الشخص اللي الزابط بيت قتله وزيك بلغ عليه ساعتها يبقى ابو ويليام ويليام بيعمل ده كله عشان ينظف الاسم وينتقم لابوه وده عن طريق انه بيستخدم الاسلوب بتاع جون كريمر سفاح الجيك السلحي وبعدها ويليام بيتصرع الشرطة وبيقولهم ان فيه اطلاق نار في المكان ده تعالوا بسرعة وبيطلب من زيك انه ينضم ليه وبيدينه مسدس فزيك بيصاب المسدس على ويليام لكن ويليام بيقوله ان المسدس في رصاصة واحدة وهو هيحتاج عشان ينقذ ابوه وبيقوله ان ابوك ماركوس ليه تدور في كل الفساد لانه ساعة لما بيت اتى لابويا ماركوس كان رئيس الشرط هو اللي سمح للفساد بانه ينتشر في الاسم وبين الزباط واستاهل يموت زيه زيهم لكن هديك فرصة تنقذه نكتشف ان ويليام مسك ماركوس وعله في جهاز وبيسحب منه دمه عشان ينزل وزيك يفكه لازم يضرب رصاصة في مكان معين فعلا زيك بيدرب رصاصة وماركوس بينزل وزيك بيفك عنه الابر اللي كان بتسحب في دمه لكن ما بيفكهوش من الجهاز لانه بيشوف ويليام بيهرب فبيجي وراء ويليام كان اتصل على الشرطة وبلغهم يجوا المكان ده اوما الشرطة بتقتح من مكان وتفتح الباب الجهاز اللي مربوط بماركوس بيشتغل وبيرفعه وبيرفع ايديه على الشرطة كأنه هيدرب عليهم نار فزيك بيشوف اللي بيحصل وبيسيب ويليام وبيروح عشان ينقذ ابوه وبيقول الشرطة ما يضربوش نار على ابوه ولكنه اتاخر والشرطة بتضرب علي ماركوس لانهم كانوا فاكينه رفع عليهم السلاح ويليام بيهرب من مكان ما عبتسام على وشه وبيثبت لنا ان صفاح الجيكس هو عبارة فكرة والفكرة لا تموت مع الزمن وبكده ما بقاش فقدر الجوز العاشر اللي هو السو اكس اللي هينزل السنة دي لو عاد سعرف تفاصيل اكتر عن الفيلم او عموما على افلام الرابيل اللي هتنزل السنة افين تاعة وعشرين هستبك رابط تحت في الوصف ابا اروح بص عليه شوفك في فيديو الجاي يلا سلام اشتركوا في القناة